ترى احنا بنعيشك فوق القمر لا هي كان كلها كلام ان هذي راح تفيدك وراح تقدم لك كذا وعندك المشكلة الفلانية وهذا حل لهذه المشكلة وحنا دايما العمالة التجارية كلها هي عندنا problem solution عندنا مشكلة عند عميل وحنا ابتكرنا حل لذلك لما نرجع ورا شوي عرفت العميل وقدر اكرر اوكي اروح اتبع شغفك هذا لانه اوكي انت شغفك مع جودة هذا المنتج والاحتياج له جيد انك تروح تسوقه هل عندك مهارات للتسويق؟ هل عندك مهارات للبيع وغيرها؟ التوظيف، التفويض هني تدخل في عملات الادارية والقيادة وانت رب عمل حياكم الله في جولة وجولتنا هالأسبوع التجارية لأصحاب الشركات الناشية والمتوسطة مع أبو عبدالله حياك الله الله يحييك يبقيك الله يطول أمرك شكراً على قبل هذه الدعوة الله يحفظك من الشرف الله يطول أمرك أبو عبدالله عبداللطيف الدعي مخطط استراتيجي وتشغيلي للشركات الناشية والمتوسطة وعبدالله شنو المعوقات اللي ممكن تواجه أصحاب الشركات الناشية والمتوسطة؟ نعم بالنسبة للشركات نحن نقول في البدايات مثل أي فريق يحاول يفكر بفكرة جديدة يعتقد أنه يوم الأيام أنه يحقق فيها نجاح تجاري يحقق فيه أحلامه يحاول أنه يبني هذه العلامة التجارية يبني هذه الشركة يحاول من خلالها أنه يتبع شغف يحقق حلم وهو دائماً لاتجاه أنه عندنا فكرة نحاول نطبقها وبندخل السوق ومثل ما يقولون حسبة حسبة بدو حسبة بدو ما خطعة طوفة شديد ويطلع لك آخر شيء رقم هذا اللي يسوينا هذا اللي يسوينا هذا في العادة بعدين يطلع واحد بينهم يعني عنده شوية من العلم فيقول إيش رايكم نسوي دراسة جدوة لازم نقدم دراسة جدوة حتى يعني نعرف شوية أرقام اتجاهنا وين إحنا وين رايحين وشنو نحتاج إلى الآن مبدئيا مقبول لكن بعد ذلك نكتشف قصور في عملية التخطيط هذه من الأساس أولا من ناحية الإنسان نفسه المبادر نفسه هو يفكر بمجموعة معتقدات شوية مجموعة أفكار سواء داخلية بالنسبة له أو بالنسبة للفريق أيضا بالنسبة له هذه البيئة كيف تشتغل أنا كيف راح أدخل هذه البيئة وكيف أضمن أني أنا راح أقدم خطة وهذه الخطة راح تنجح ونفس الحسابات اللي حطيتها في الورقة هي اللي نفسها راح تطلع عندي في الرصيد البنكي هل هذا متوافق ولا لا هل له قانون هل له شيء ضابط في العملية هذه أم هي محاولات نقول تنظيرية كما يقولون بعض الناس يقولون هذا تنظيري أي غير قابل للتطبيق هما يعتقدون ذلك فإحنا نقول شوف كقاعدة أساسية الله سبحانه وتعالى خلق الكون منتظم وإحنا نستمد الأفكار لنعرف كيف تسير الحياة من هذه الخبريات اللي الله سبحانه وتعالى أخبرنا فيها سواء في الكتاب أو السنة هذا يكشف لنا الغموض اللي موجود في هذا العالم عالمنا عبارة عن ثلاث نقاط رئيسية نقطة بدء وغاية مطلوبة وعندنا خط سير طويل قد يمتدي لمسافة طويلة جدا وقد يكون قصير يعني في الـ عندنا مبادرة عندنا رؤية بينية مثلا وهذه أحد المصطلحات المستجدة عند كان الله يتكلم بالخير أستاذ محمد العربي أحد معلمين يعني فهناك رؤى بينية نحط مجموعة أهداف قريبة نقدر نقول ونبدأ نشتغل عليها إلى أن ننتقل إلى الغاية فالحياة كلها عبارة عن ثلاث نقاط حتى يحقق الخط نحقق الخط المستقيم لابد من ثلاث نقاط أساسية يتشكل هذا الخط المستقيم طيب لو نظرنا في حياتنا كبشر نرى أن الله سبحانه وتعالى خلقنا بفطرة بعد ذلك عندنا مجموعة ضوابط وقيم وطريقة تعلم في هذه الحياة إلى أن نصل إلى أرذل العمر وتوفنا الله سبحانه وتعالى فنصل إلى مرحلة يوم الأيام الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز ذكر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين إيش قالوا هناك فقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين هذه القضية أن هناك مكان تنطلقون منه وهناك خط سير لابد أن يكون على الصراط المستقيم لها مجموعة قيم ضابطة لها مجموعة أمور أهداف ولها رسالة لابد أن تحققها إلى أن تصل إلى مرحلة أنك أنت وصلت الهدف للغاية التي بعد الهدف نحن لا نرجو تحقيق الأهداف نحن نرى الغايات من وراء هذا الهدف هذه الأهداف هي نقطة ما قبل تحقيق أو لوازم الغايات نحط نقطة ولوازم هذا الهدف هي مجموعة خطط تسير بمستوى يعني تخطيط استراتيجي نقول أو خطة تشغيل طويلة أو مجموعة رؤى هالسنة حطينا رؤية حق أربع سنوات بعد أربع سنوات قبل سنتين حققناها فغيرنا هذه الخطة هذه الرؤية كصارت أكبر صارت أوسع بدأنا لا نتوسع في الجغرافية مثلا نتوسع في الأسواق في المنتجات هنا تصير العملية أن أنا صحيح ولدت فرد لكن أنا الآن صرت عائلة هذا التوسع كأنه توسع جغرافي نفس الإنسان هو نفسه في الشركات لأن نقول نحن الشركات هي اعتبارية هو كيان اعتباري كالإنسان فنفس خصائص نفس أمور كلها لذلك حتى نوضح الأمر بشكل أدق عندما نريد أن ننطلق إلى غاية فنحن في موقع ونرى من هذا الموقع هدفنا المطلوب ونرمي إلى الغاية اللي بعدها ما بعد هذا هو محقق لتلك الغاية فنقول إذا كانت الغاية يحققها هذا الهدف وهذا الهدف يحققهم بجموعة أهداف صغيرة ورؤى صغيرة إلى أن نصل طيب هل بالنسبة لنا هذا الهدف واضح نعرفه نعرف أنا بيفتح شركة مقاولات أو أبيع بعض المنتجات السلاعية السلاكية أو أنا بقدم خدمة والخدمة هذه كذا وكذا تخدم في أمن الناس واضحة بالنسبة لي طيب الطريق من هناك إلى هناك في مشكلة وأكبر مشكلة يسقط فيها كتير من رواد الأعمال صحيحنا بنمد من الغاية ومن الهدف إلى اليوم وين موقعنا لكن من إمكانيات المهارات أن نوظف بعض مواردنا بشكل جيد هل أفكارنا سليمة كان دكتور جاسم سلطان يقول في ظني يعني إذا ما خانتني بذكر كان يقول أنه كان هل الآلة سليمة حتى تنتج إذا كان عندنا آلة ماشين وفيه اطلع قماش والقماش هذا دايما يطلع في يعني مشكوك خربان وطالع في من خيوط شوية مني ومنها فكل مرة نحاول أن نرقع هذه الخيوط ونعدلها وهذا عيب مصنعي بس نعدل قماش لكن ما فكرنا نعدل الآلة شلون نعدل الآلة شلون كيف طريقة أن نقول عندنا آلة وهي هذا الذهن كيف نجعلها منضبط بأن لا يأخذنا يعني مشاعرنا ما تأخذنا وعواطفنا ما تأخذنا إلى اندفاع إلى هذه المشاريع إلى التقدم لأن العملية كالتالي لو كان عندي هذه العاطفة الجياشة أني أتقدم بسرعة حتى آخذ السبق قد أكون أنا في الدور السابع وأقفز مثل ما يقولون مرات التنمية البشرية انطلق اقفز رح تلزق بالقاع ما فيه هي ما فيها إذا ما كانت جغرافيا السوق القوة اللي داخل فيها المؤثرات هذه الإمكانيات الموجودة عندنا تداخل كثير وننتكلم بعدين بالقضاء والقدر نفرق بين ما هو القضاء وما هو القدر وهذه الإشكاليات كبيرة داخل حتى في تديننا نعتقد فيها اعتقادات ولو فككناها وضعناها في مكانها نشوف الصورة واضحة جدا جدا ليش ها إذا كانت هذه المؤثرات واجتمعت بتلك المؤثرات إذن هناك نتائج أخرى ها اجتمعت الأقضية نقول فإذا احنا نقول طبينا من فوق دور سافر النتيجة قد ما يشتغل برشوت ما تلقى عربانة قش تحتك رح يلزق بالقضاء وهذا الطبيعي كم حجم هذا الألم الله أعلم من شركة إلى شركة تختلف لكن بوسيف حس المسؤولية في اتخاذ قرار البدء هذا مثل ما يقول في كتاب فن الحرب يقول سانزو يقول القائد المنتصر يعني الحقب ضيعتها يقول القائد الاستراتيجي في سانزو هذا طبعا من المحاربين في الصين ومعروف يعني لها يعني لها كتاب جميل واسمه فن الحرب وهو مؤسس الاستراتيجي فكرة الاستراتيجيات هي تغتيت الاستراتيجي فيقول القائد الاستراتيجي المنتصر شوف واضح قائد استراتيجي منتصر هو من يذهب الى القتال بعد ان يضمن المعركة النتيجة خالص انا ادخل انا عارف اني راح انجح واحقق هذا النصر ايضا له كلام اخر في نفس السياق يقول العملية هي كالتالي تعرف نفسك تعرف خصمك انت منتصر تعرف نفسك ولا تعرف خصمك هناك تحديات كبيرة يعني راح تاخذها بالتعب لا تعرف نفسك ولا تعرف خصمك خسران انت احمق وهو كلام واضح هو يقول انا انا زي انت شو يقول خسران لا لا هو كان يعني فهي العملية كالتالي بهذه الطريقة ان هناك قوانين طيب هذا منين يبنى هذه القوانين اقول لنا اوكي انا اعرف غايتي عندي منتج وفكرة جديدة تعالوا ومولوني وابي تمويل وابي كذا طيب خط السير هو دراسة الجدوى ولكن دراسة الجدوى هي تحدد مجموعة كلها تكلفة هذا تكلفة هذا وش نحتاج من هذا وكيف نتعامل مع هذا من الموجودين عندنا في السوق من الموردين من وين بنيب وين خزن كم تكلفة التخزين هذي دراسة الجدوى يعني حتى نعرف ملامح اللي رايحين اللي احنا واللي نحتاجها ولكن حتى ينضبط هذا لابد من خطة تشغيلية مجموعة اهداف نحطها وراح ندخل فيها بعد شوي ان شاء الله ممكن يعني اذا في بعض الاسئلة يعني في التخطيط نتكلم عن كثير من من الاهداف بعدها ننظر في من نحن وهذا الاهم وهذا اصعب امر ممكن تحليله هذا بعد دراسة الجدوى هذا قبل دراسة الجدوى من نحن يعني الفكرة يقول لما تقول هذا قلت دكتور جاسن سلطان وهو جميل يعني الامانة عنده كتب جميلة جدا وادعو الى قراءتها عنده سلسلة كبيرة من النهضة فيتكلم عن فكرة لما تقول ويمكن ننقلها بعد لما تقول انا اعرف هذا الدعاء انا واعرف من انت وماذا تعرف هذا الحك هذا الكلام فاذا عرفت من انت مثل ما قلنا قبل قليل انا انا فلان عندي هذه الامكانيات هذه الموارد بهذه الاصدقاء الموجودين هذه الشركة اللي عندنا بناء على هذه الشراكات هذا التنوع في الشراكة نقدر نوظف كل امكانياتنا كمهارات في التخطيط في التشغيل فالتعاون لدينا روح تعاون او عمل جماعي عندنا قدرة على ادارة هذا الفريق بشكل منتظم يعني نقول متماسك متفاهمين مع بعض بعدها فاهمين حد قدراتنا اذكر في استضافة الاخ فاضل عندكم واني ومطلق قال كل من يخطي على قد شوفه وقد تكون هم تاخذ بالعكس انا والله يحفظ ايضا تاخذ بالعكس كل من يشوف على قد خطاه يعني تاخذها من هناك هناك ناس لديهم رؤية قد تكون بعيدة المدى وعنده قدرة عارف قدراته يقدر يخطر دريتين ثلاث يعني حط ريلا من هنا ويطلع هناك هذا عارف قدراته وعارف اين يرى وكيف يتخذ القرار بمسؤولية هناك اناس يقول لك شوف انا قدراتي هذه محدودة وانا ما اقدر اشوف ابعد من خطوتي الان هذا حد شوفي وكل ما خطى خطوة اكتشف او نار انار له الطريق يعني عنده مجال امية متر هو يشوف فيها حد هذا حد هذه العملية في فهم في البدايات فهم كيف تسير العملية ثلاث نقاط اتحدد كل هذا الطريق بعد ذلك نقول هناك قانون حتى ندخل الحين في جانب اخر القانون يقول ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى ان لا تزر وازرة وزر اخرى واحد سيأخذ اغلب واحد وان ليس للانسان الا مساعة وان ليس للانسان الا مساعة شوف هذا التقسيم الذي سبين في القرآن وان قانون ساكنة وان ليس نفي مثل لا اله نفي قاطع بعدين الا الله استثناء وان ليس للانسان الا مساعة ان يستثناء الا مساعة هو يأتي الخبر بعده وان سعيه سوف يرى سلو الله يرين سعينا نعم ولا يبخص عمل احد ابدا يا رب العالمين الله يكتب لهم هناك ناس تقاسي في المشاريع التجارية مشاريع التجارية ما هي سهلة ما هي رحلة نزهة او شغف كما يقولون في احد الاشخاص يقول ان الشغف اللي عنده شغف هذا عنده احد يصرف عليه لكن الناس العظماء عندهم فضول باحث دائما واللي يأدي دوره هو انسان يشعر المسئولية دائما يعني رزيم نقول هذي الثلاثة اشكال بس اهم شي الشغف هو عنده واحد يصرف عليه مثل منه يعني فيه موضة حلوة جديدة طالعا شغفك اتبع شغفك لا يعني يوكلك عيش ولا لا تنجح هل الشغف هذا عاطفة انا احب والله هذا المجال اوكي بس كبزنس موديل نموذج عمل تجاري رح يطلع فلوس بعدين كيف رح تطلع يقول لك في ناس كذا لا 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 تقول لي في ناس قول لي كيف انت اذا عرفت انك انت تنتج هذا المنتج وعارف رح تبيع حق منه وشريحتك وانه شريحتك تطلب هذا كاحتياج او رغبة وراح تدفع مقابلة وتقدر تكررها مع ناس وايد بعدد لا محدود هل هذا مضطرد عارف ومضطرد عندك رح ابيع 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 واقدر انتج 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 اذا كانت الاجابة نعم نقول عندك مشروع اذا كانت ايه والله في ناس وايد تحب النوع هذا من المنتجات نقول تمام شخص لنا منعهم يعني شكلهم تعرف توصفهم والحديث يجير بعض لكن ايه سالح تجيب سالح ايه يعني لما انا ما ودي يعني اتوهك وياي لا احنا احنا مستفيد ومستمت الله يعني لما نقول احنا تعرف منه هذا اعرفت نفسك وعرفت منتجك وعرفت نقاط تشرح هذه السمة تتكلم عنها اذا عندك القدرة هذه بهذا الوصف الدقيق اذا انت عندك شخصية تعرفها ممكن الوصول لها لانك تعرف مخاوف الداخلية ومخاوف الخارجية تعرف اعتقاداتها تعرف بيئتها تعرف لغتها تعرف ما هو النجاح بالنسبة لا ما هو الفشل بالنسبة لا ما هو الخسارة اللغة مهمة ما هي يعني نتكلم عن اللغة العربية يتكلم او الفرنسية والانجليزية لا نتكلم لغة لغة الخطاب معها تخويف تشجيع اغواء هذي اللغة اللغة التجارية اطني لغة هي تحرك داخل نفسه يعني هي يقولك يوم سمعت كالشارين بي في مشاعر انت قاعد تخاطبه بلغة تخاطب قلبه وعقله لو شاف المنتج عجبه ولو سأل واستفسر يلقى اجابات كثير عقلية لازم تكون منطقية ورد فيها ما فيها ترى احنا بنعيشك فوق القمر لا هي كان كلها كلام ان هذه راح تفيدك وراح تقدم لك كذا وعندك المشكلة الفلانية وهذا حل لهذه المشكلة وعنا دايما اعمال التجارية كلها هي عندنا مشكلة عند عميل واحنا ابتكرنا حل لذلك لما نرجع ورا شوي عرفت العميل واقدر اكرر اروح اتبع شغفك هذا لان اوكي انت شغفك مع جودة هذا المنتج والاحتياج له جيد انك تتروح تسوق هل عندك مهارات للتسويق هل عندك مهارات للبيع وغيرها التوظيف التفويض هني تدخل في عملات الادارية والقيادة انت رب عمل انت موضع وهذه كثير من كبار المسؤولين بعد التقاعد يسقط فيها ويظن انه كان يعرف الاشكالية فيها انه كان الوزارة او القيادة عندها مجموعة مؤشرات اوامر طلبات تقول له هذا كي بي آي مؤشرات اداء رئيسية احنا نحن 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 هو ما صنع هذه المؤشرات من البداية فهو ما يعرف ان هذه المؤشرات راح تشكل يعني فارق كبير في عملية كيف نحقق ما نريد عندنا مؤشرات انا علي ننفذها هذا التنفيذ هو ما ما تحمل عبء صياغة هذا المؤشر ولا انه هو يتحمل مسئولية هذا المؤشر الا سوى النتائج الموكل اليه من ناحية ثانية نقول هذا المسئول يوم والأيام قال انا بتقاعد انا جاهز للعمل انا مدير انا كبير بس مو مدير تنفيذي وقال انا افتح شركة خاصة وانا بعد طول عمري قاعد المكتم عارف لما يروح راح يعيش تجربة جديدة القلق الخوف التحديات انت كل مسئولية عليك انت مسئولية كل هذه الشركة موظفينها بنتائجها حتى بصورتك امام نفسك لما طالب عيون الاخرين راح يقولون عني فشلت خسرت اسقطت الشركة ليش كل هذه المخاوف تهز هز طول الطريقة ما يدري فكر خصوصا انه هو ما تعود يضع هذه الخطط ولا هذه الاستراتيجيات ولا الرؤية مثل الكويت الحين رؤية عشرين خمسة ثلاثين والسعودية الله يبارك لهم ان شاء الله عشرين ثلاثين هذي كيف تحلم برؤية بعدين تحط لها الاحتياجات بعدين تجيش كل هؤلاء الموظفين او هالناس على انها تنجح كذلك هو هو ما عاش هذه التجربة فنقول دائما لا تغتر تقول انا اعرف لازم تقول انا منو وشنو تعرف وتختبر هذا الامر اختبار جدي بعد ذلك نذهب الى هذا القانون ان عندنا شغف خلصنا منه وعندنا رؤية واحنا عارفين قدراتنا وامكانياتنا وعندنا فريق وكوننا هذا الفريق وشكلنا بطريقة متناغمة من كل قطر اغنية قانوني تسويق استراتيجي تشغيل مبرمج ويعني كوننا احتياجنا هذا مشروعنا ونحن نعرف من رايحين واحتياجاتنا من هذا المشروع هو هذه المهارات او الوظائف هذه المهارات وهذه الوظائف احنا اللي نحتاجها في هذه تحقيق هذه الرؤية او هذا الهدف المطلوب او المرغوب فالانسان بالنسبة له بهالواضح انا والنهاية اللي انا بها نجي للقانون كيف تكون هني التحديات وانت تمشي في هذه الحياة الحين خلاص احنا قلنا ناس ممتازين اعرفوا يخططون جمعون يسووا لهم قروب وهذا القروب مجموعة من المهارة وبدوا يتفاهمون قالوا يا جماعة شوفوا احنا نبين نخطط عشان حق الشركة منو تعلم فيكم التخطيط اي واحد جدي عنده معلومات دخل دورات تدرب عند كثير من الشركات تعلم على ايدي وتحت اساتذة علمو يقول شوفوا يا جماعة دوري كتخطيط انا وياكو شوفوا احنا اول شي لازم نسوي نظام لهذه الخطة والنظام قانون كوني ما اخترعناه ولا هو تنظير هي مجموعة استقراء هو عملت استقراء على مدد دهر شوفوا العلماء ان كل ما تكرر هذا الامور وهذا الاحتياج اللي نحتاجه من عملية التخطيط واحد اثنين ثلاث اربع خمس الى نهايته احنا كملنا كل اجزاء الرؤية هذه واحتياجاتنا شون نسوي يا جماعة قالوا اول شي نخطط للتخطيط اول خطة هي التخطيط للتخطيط كم واحد احنا رح يكون فريغة التخطيط ما هي مكافآتنا ما هو الوقت المتاح لنا ايضا جوانب اخرى من موظفين اخرين مستشارين شيء ضبط دخل ياهم حطينا كل ما نحتاجه هذه توقعاتنا نحتاج حتى نبني خطة بحسب ال يعني الاشياء البسيطة اللي احنا جمعناها على المشروع نحتاج هذه الوظائف نبي مستشاري من بره وعادة يكون من من خمسة الى سبع اشخاص هم اللي يشتغلون بالتخطيط وهذا افضل يعني رقم جيد وعندك مجموعة ستاف وراهم ممكن يفوضونهم روح عملوا سوق سووا استبيانات هذه في فرق قد يوصلون 12 شخص هذه العملية اهم عملية احنا رايحين شو نسوي احنا بنسوي خطة لمشروع طيب بعد ما نشتغل على هذه الخطة سوينا هذه النقطة الاولى نبدأ نشتغل عاد في جوانب اخرى يعني نحتاج جانب مثلا نقول عشان تبني التخطيط بشكل جيد بدأنا التخطيط للتخطيط وبعدها شوف عشان نربطها في الآيات اللي قلناها في البداية عشان نعرف ان الكون منتظر وكل قوانين نحن على الكتاب والسنة وعندنا شيء من التأثر التصوفي يعني فيه فيه يعني قد يضرنا شيء بسيط يعني لذلك هنحاول ان نصحح دائما تدين نحاول نقل شوية نروح يمين بعد نرجع مرة ثانية على السكة اعترى الله يعينك علي يعني لا لا نصور الصورة بشكل جيد صح تقصد ان نوضح بس ان التصوف بعض الاحيان داخل على بعض الناس وما يدرون طبيعي طبيعي هو احنا احنا نستق كل تجربة نمر فيها قد نعتقد اعتقاد يدخل في قلبنا يسقط في قلبنا ونحن ما ندري ونمارسة قد لا نؤمن فيه لو سألتك هل انت يعني تعتقد هذا المسار نقول لا لكن هل سلوكك يطبق افكار هذا المسار نعم نعم لذلك احنا نقول ان عشان نمشي في هذه الحالة انا قلت ابعرج تعريجة بسيطة سخف مفتوح يعني احنا عندنا جانب اساسي ضابطة هي عملية ضابطة هي مجموعة قيم نمشي في الطريق وهي وهي اللي تحصرنا بان نكون على الصراط المستقيم كل ما نحرفنا هي ترجعنا كذلك في التخطيط استراتيجي احنا نقول دايما ايضا نحط تخطيط للتخطيط بدنا نستعرض القيم شنو قيمنا قيمنا مثلا التمكين التشاركية الابداع والابتكار التبسيط نقدر نقول مثلا التعاون خلق قيادات او موارد بشرية مثلا يعني هذه قضي قيمة عندنا نحن اي شي نبتكرة من منتجات لازم يحمل هذه الصفات انا كنت بيعرجع على شاغلة ونسيتها سبحان الله كانت في آية جميلة احبهم لكن ان شاء الله نتذكرها في الطريج لا اله الله تذكرها ان شاء الله ف نكمل احنا وان شاء الله تطلع من در سالفة جيب سالفة اجاب سالفة جيب سالفة فنقول لحين عندنا احنا التخطيط للتخطيط خلصنا منها وبعدين قلنا نستعرض القيم هذه القيم هي لتحدد مسارنا دائما مسارنا اشتي وهذا المسار لا طبيعة هذه الطبيعة دائما تكون ثابتة ان هي مجموعة مؤثرات او مجموعة قيم او مجموعة رغبات والقيم اما تي معك او ضدك ممكن عندك قيمة الحفاظ على الاصدقاء او الاهل او الاحباب فممكن تتمسك فيهم وتنحرف عن الطريق وقد تتخلص منهم حتى تستقيم على الطريق الحياة صعبة البزنس صعب هناك تحديات كثيرة ممكن تشوف ان جيبك فاضي لكن تقول مراهد هدفي والحق ما تنام تتعب تمر عليك ليالي اسود من الظلم العتمة ضيقة في الصدر ولازم توجب بولد عمك والاخوك اللي يايب من السفر يايب شوية هدايا ولازم تبتسم وعندك واحد يشغلك فيه عرفت هذين الحنانين اللي يدخل عليك وانت اصلا مغلق العقل واقف وهذا يقعد يحفر 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 وتتقول انت لو سكت وعتقتني يمكن اشيل نفسي بنفسي بس طالما انك انت قاعد انت تعيقني يعني هذه الطاقة الموجودة ابي اوظفها بس انت قاعد تستنفذها يعني من حيث لا تدري انت معيق لذلك مثل خضر بوزنس دكتور مسي الخير هو من الاساتذة الافاضل له كتاب جميل ستارتاب نسيت ريادة الاعمال ستارتاب او شي شذي اسمه محمد حسام خضر من مصر جمعية مصر العربية فكان يتكلم انه كثير من المشكلات في هذا الوقت تنزحهم شذي وتقول انا مالي بهالجمعات هذه والوناسة هذه انا عندي هم ابي روح اسوي لكن لازم توجب لازم تبذل هذه الطاقة لما ترجع طالع ان الحياة هي حتى عديات ها بشذيء فلذلك انت لازم تكون عندك ميران ومراس وعضلة بانك انت توجب وتبتسم تقول يا الله بسيف يا الله ومالحب وشكل الاخر انت ناطر عندك مجموعة اعمال لازم تخلصها وتنسحب بطريقة معينة حتى انك تروح تنجز وبعد ما تغيب فترة بعد انت ترجع لهم ايضا يلومونك وانت اصلا يا انت بتفرخ بترتاح شفت هذه الصراعات كلها عاد يواجهها راعد الاعمال وهو ما جرب هو يعتقد ان احنا بنروح بضاعة بنخزنها بالمخزن وبنطلع نجمع مجموعة شباب وبنوزعها ونبيع ونرباح وخالص والمحلات بقول اهلا انت وينكم الله كنت ناظر كمان تفضل تبي كاش ولا لا كاش اصلا لا بعطيكم زيادة بعد هو متخيل هذا الشكل وهذا مو صحيح هناك نقول تزاح مقيم عندي قيمة هل بهذا الشريك بهذا الاخ وهذا الاخ بهذا الصديق الجار ولا احاول ابي انفذ ابي انجح لذلك يقول ستيفن كوفي ابدأ والهدف مصبع عينيك لا تده امو ما فيه وين رايح وكز على هدفك لا تده طيب هذه المؤثرات الجانبية شنو دورها او شلون شلون حسبها نقول لك شو قيمها اي القيمتين اكبر نرجع على شنو علمانة شكالوا اما ترجح هي ترجح مصلحة مفسدة اعلى المصلحتين ادنى مفسدتين هذه صح نفس القانون انقدمني هل قيمة هذا مو قيمة اخوك قيمة زعل اخوك لانك ما طلعت بسيارتك مو بسيارتك اوكي رح يزعل بعد خمس ساعات رح ينسى قيمة لا تنسى انه مو اخوك الجزئية اللي تكلمنا عنها هذه والهدف ما لك هل هم متوازنين لا هذه عالة خلاص مو لازم لكن لو كان اخوك مقابل شيء اخر طيب هني نحسب حسبة ثانية هل هو على صواب هل انا بطريق سليم هل هذا طريق خطأ مثلا هني تبدي المفاضل والتحليل والتقييم الموقف كل طريق على جانب ايه مثل هذه التحديات مجموعة قيم كثيرة اما تجذبنا او نتمسك بقيامنا هذه الموجودة ان اريد الوصول اريد اسعاد الاخرين اريد تقديم المعونة الاخرين اريد تقديم انجب نفسي في الطيارة يقول لك اول شيء يحط الكمام حقك بعد حق اليمك لذلك الله سبحانه تعالى ورسوله سبحانه جاء في هذا الدين على شنو على ان هذا الانسان مبادئ الرئيسية هذه مظلة يقول حفظ النفس اول شيء اول ركزة حفظ النفس بعدين حرية اختيار عشان يختار دينه يختار او لا هنا عبس وتولى عن جاء هل اعمى وما يدري كالعلا هو يزك تعالك تدعو لكن الاختيار هنا هو حر يؤمن او يكفر هنا ذكرت انا لا 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 هي هي شغلة حلوة احنا عندنا امرين مهمين التدين عشان عشان نفك الخلاف بين الدين والتدين عندنا دين تمام عندنا دين وعندنا وعندنا طيب شنو هذا وشنو هذا وشنو هذا وشنو نفرق بينه نقول شو اي شي كان هو بخبر من الله سبح تعالى هو دين طيب احنا فهمنا بطريقة فهم هذا الفهم هو تدين لان يعني يسرون اياها يقول يعني الخبر قرأت الله سبح تعالى نزل هذا القرآن قرأت اللغة فهمتها بعدين تصورت تصورات ودمجت معها بعدين قلت تطبيقاتها على أرض الواقع تكون هذا الشكل كم نقطة انتقلنا اذا هناك فجوة بين المنهج والمنتج هذه الفجوة كل ما تسعت كل ما صار عندنا انحراف عن المنهج كل ما قربنا منه كان عندنا استقامة على ما يريد الله سبح تعالى وهذا المطلوب طيب ليش هذا الاختلاف هو فهمنا كل ما صححنا طبعا مو بحراف نشوف الحين في السوشال ميديا يعني لا نقول على بين وعلى قواعد وعلى نظام عندنا لغة ضابطة ما يقولك هد اللغة لها بلسان عربي مبين لازم يكون هناك ضابط والقرآن كل له ضابط هذه الآية سبحانه الله بلسان عربي مبين هناك لسان في زمن من الأزمنة نزل القرآن عليهم وهما يفقهون ويعلمون يعرفون يعرفون كل حمولة لا إله إلا الله شنو هي فلذلك ما عندهم مشكالية لكن بمرور سنين هذه وهذه القرون تطورت اللغة هل يتطور الفهم لا هناك ضابط إذا اختلفنا نرجع لذاك اللسان فنحتكم إليه ثم نعرف هل مقصود في هذه الآية كذا ولا كذا بلغة العرب مش تطورنا الآن هناك تغييرات كثيرة هذه الفجوة بين المنهج والمنتج هو دائما ما نعتقده حتى في عملية تجارية نظن أن ما نفكر فيه هو ما هو عليه في الواقع فإذا ذهبنا للواقع مشكلتنا أن نحاكمه مثل ما نحاكم النص وهذه أخطائنا في فهم القرآن حاكمنا النص ولم نحاكم منتجنا التدين أو فهمنا أو تصوراتنا أو لغتنا في الواقع في البزنس هناك واقع ناس عندها قيم بوسعيف أحمد خالد يوسف كل واحد له أدافة يمشي في هذه الحياة أنت رايح السوق وهذا نازل من من بيتهم وأنا يتكم ماشي داشي السكة شذي والتقينا في نقطة نقطة اجمعتنا كلنا مع بعض أنت سرعة 80 وأنا سرعة 60 وهذا سرعة 100 هنا نقول القضاء والقدر اجتمعت الأقطية بين ذهاب فلان وفلان وفلان لكن سرعتهم واتجاههم وموقع الطلب هذا بيروح الاتجاه هذا وذاك بيروح هناك لكن كان هناك رقم يجمعهم في نقطة في زمكان معين يوم اجتمعوا كلهم قلنا صار قدر لكن الله سبحانه قضى أن يكون هناك إنسان قضى أن يكون هناك رزق قضى أن هناك فعل نقوم فيه لذلك نذهب لنقضي حوائجنا بس اجتمعت اليوم أن أنا بروح أقضي بعض الأعمال وفلان يقضي بعض الأعمال والتقينا في زمكان هذا نقطة في شارع معين في تقاطع لما تجتمع هذه بهذه السرعات كل واحد رح يتأثر بشكل من الأشكال هذا رح يتألم بشكل كبير هذا مرح شيء شيء بسيط وسيارت متينة وجيدة وهذاك تنثرت أوراقه فقط والأغراض مع ذلك كان مثال يحفظ جميع نعم فنقول هناك قدر طيب ليش يا ربي أنا صار جديد زين أنا بنيت شركة ونزلت وسويت عرض ويا أبو سيف سوى عرض أحسن من العرض اللي أنا قدمته ويا فلان لا تعاون مع موردين كبار ودخلوا في السوق وكان أصلا لها عمق تاريخي مثلا عنده ثلاث سنوات مثلا سابقة وإحنا هنا يدد بس بوسيف كان عنده ودعم أو كذا وأخو يعني إعلامي مثلا أو شيء يدعم المنتج اللي عنده أو مجموعة مشاهية أي كان شنو راح يصير الخسائر والآلام راح تتوزع نفس الحادث لكن اللي اللي لازم نفهمه شيء إنه هناك واقع لكل شخص هدف رؤية مبتغة طلب قد تجتمع وتتصادم هذه كلها في قدر وتقول والله تناحرنا بالسوق وسويت عرض أكثر ونزلت بالسعر ونزلت بالسعر ونزلت بالسعر بس ما قدرت تتكمل وخسرت وسكرت المحل وما عندي كاش طيب طيب ثم هدى كل شيء أعطى خلقه أي كل مخلوق له خلقه هو عليها وهذا الأمر جعل له تركيبة فيزيائية احنا نحتك فيها بطريقة معينة سواء حديد شكلناه وسوينا سيارة فهو له قوة وصلادة معينة واستدام ما هذا كلام يتحمل ما يتحمل احنا عندنا قدرات في عملية تمويل الشركات وهذا التمويل هي عبارة عن خلقه انه قدمنا موارد معينة تشغل هذه الشركة طيب هذه اذا ما كان عيارها صح ومرسومة صح ومحددة بارقام سليمة قد ما توصلنا او تفيض فينعكس هذا على ايش على العادة الاستثمار عندنا مليون ودخلنا امية الف احنا ربحانين عشرة في المية لكن عندي امية الف ودخلت انا امية وخمسين الف يعني انا امية وخمسين في المية ايه الفرق اهني نشوف انه الفرق كبير عندي فائض ما وظفته بشكل جيد عائد على الاستثمار صار ضعيف عندي شح ما وصلني عندي رقم مناسب مدروس لا وانا حطيت مؤشرات اداء وبنيت عليها وبناء على هذا العمل حققت الرؤية المنشودة اذا حققنا الكابي اي انا مدير تنفيذي ممتاز اذا راح اروح مجلس الادارة وقل لهم نجحنا حققنا المستهدفات وعندنا طبعا في لغة كثيرة بين الهدف والمستهدف يعني هذه الاهداف والمستهدفات في فرق بينهم هذه يليت يعني يا صراحة ابو عبدالله نستفيد من كل ما ما يهم التاجر الصغير والمتوسط نعم بالنسبة لنقول الاهداف والمستهدفات دائما نقول احنا نحط مستهدفات طموحة واهداف هذا لا يمكن ان يكون اقل منه ما يصير هذا الاستار لو يبتوا اقل من هذا راح فنشكم احنا نبي مبيعات بمئة الف تمام هدفنا هدفنا على ما يشوفون الموظفين ولا المدارة التنفيذيين لتحت مدير تنفيذي يحط هذا الامر الهدف يعني من المدارة نقول بينه وبين نفسه مدارة يعرفون من مدارة قطاعات مدارة تنفيذي مجلس ادارة يعرفون ما دون ذلك ما يشوفون الهدف هذا اقل شي توصلون دائما يب 100% يولدي بس انا راضي فيه لي 91% نعم نخلع عندسه صح هذا الهدف المستهدف 100% هذا الامر عشان نحث هم على انه ترى لا اجد انكم در طوي لكن ما نقبل اقل من هذا هذا بين الهدف المسألة لمنية حق التخطيط ونقول احنا خططنا للتخطيط وبعدين استعرمنا القيم وقلنا ان القيم هذه هي عبارة عن الضوابط على ضفتي الطريقة جانبي الطريقة هي اللي تحفظنا بانه نستمر على صراطي مستقيم هذا وهذه العملية بعدين نحط رؤية هذه النقطة الثالثة نحط رؤية نقول حلمنا في هذه الشركة ان نعمل واحد اثنين ثلاثة نوصل ان نكون شركة تقدم هذا بشكل مستدام يعني ما هي كلام 2027 طيب بعد ذلك نضع الرسالة شنو رسالتنا قيم اضبطتنا رؤية وجهتنا رسالة هذه مادتنا زين شنو نبي نسوي لازم نصيقها بشكل جيد لها معايير طبعا كل شي هذا كلام كله ترى محمل داخله يبي لها ساعات شغل يعني الرؤية هذا يبي لها ثلاثة أيام نقعد نفكر شنو الرؤية المناسبة وشنو ونحن وراحين طبعا مع مع تحليل السوق مع طالع اتجاه الحكومة وين تروح ونحط القوانين قوانين دعمة مدعمة كثير من الأمور لازم نشوفها لنحط الرؤية بشكل صحيح وبعدها نروح وبالماسبة لها ثمان معايير الرؤية هذه بس تسع معايير اللي هو الرؤية الرؤية يعني يعني كم من الربح اللي نبي نحققها مو من المنطقة أن هذه ملم فيها شخص واحد لا 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 هذا صعب صعب مو من المنطقة اللي مثلا صاحب شركة مؤسس شركة لو كانت صغيرة مثلا يلم في هذا كله مستحيل يعني أنا أقول العمل الفردي مدعاة للفشل أنها صعوبة الرشل صعي سلم إذا سافرت ما تسافر روحك صح؟ وليؤمر يؤمران عليهم أحدهما حط لنا الضابط تسافر ما تسافر روحك أنتو اثنين لازم واحد منكم أمير طيب منو القائد في هذه الجلسة احنا قلنا التخطيط للتخطيط منو الفريق منو أميرهم منو الستاف المساعد شنو يحتاجهم من أوراق ما دل شنو كتب أوراق أقلام كل شي جمهزنا بعدين هنا حق القيم قلنا تعال شي يضبطنا احنا شوفو عشان لا ننحرف لازم يكون عندنا قيم هي الضابطة لنا هذا قبل الله نحط الرؤية احنا لازم نكون صعدقين احنا لازم نكون يعني مطورين لهذا البلد للبيئة مثلا يكون لازم من القيم اللي عندنا أن يكون أي فكرة نيبهة تكون مثلا ثلاثة مضاعف اقتصادي عمنا بالأقل من هذا شنو مضاعف هذا موضوع اثاني ان مو احنا نبيع سلعة وناخذ فلوس لا احنا نبيع احنا ننتج وهذا المنتج راح يستخدمه شخص اخر فاحنا ربحنا والشخص هذا الآخر أيضا دفع حق هذا المنتج وهذا راح يقدمه كمادة يساعد فيها مجموعة فعندنا ثلاثة استفادوا فهذا المضاعف الاقتصادي كل المازل هذين يهتمون في الدول يعني وعندنا الحمد لله مشروع يعني نعمل عليه أيضا عندنا يعني فلاه مضاعف جيد جدا يعني إن شاء الله يعني يرن نعم إن شاء الله فإحنا لما نقول شنو الضابط ما لنا نقول نبي ثلاثة مضاعف اقتصادي أربعة مضاعف اقتصادي مو أقل من شتي أو اثنين مضاعف أوكي تم حطينا هذي قيم لازم اللي نسوي نبي فيه تمكين ما يعني سواء على الأفراد بالشركة ولا المستخدمين لهذه الخدمة نبي تمكين لو أنا شركة تدريب تمام أنا بعلم الستاف الليوياي ومكنهم إنهم يضبطون أعمالهم بشكل جيد وأيضا الشركة المتعاقد معها راح أمكن فريقها من الحصول على هذه المعرفة وهذه المهارات مع التدريب مع ممارسة نقول أنتم جاهزين لتخططوا أنتم جاهزين عشان تخططون أنتم جاهزين عشان تنفذون أنتم شايفين الصورة واضحة يبقى لمسات بسيطة متابعة بين فترة وفترة سبوع وسبوعين بس في جلسات مكثة فلازم تصير في فترة تدريب وصياغة هذه الرؤية هذا طريقة لو تقول أنا مدرب أنا أعطي استشارات كذا يعني تعطيها بهذه الطريقة أنا أسلمك هذه المعرفة ومكنتك من الرؤية حتى تتحققها ليش الله سبحانه وتعالى قال كل شيء خلقه موسى عليه السلام قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى تمام ليش قال هدى وما قال أرشد ليش هذه العملية لأن عشان ليش نقول أنا مكنتهم حتى يستمرون أعطيناهم التمكين القدرة إذا الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان خلقه وخلقته وأعطاه الهداية لماذا قال الهداية نوليج في الرأس في عقله هناك معرفة المعرفة هذه هي نظام هذا النظام هو اللي يخليه يهتدي إلى الطريق اليابي لأنه يعرف أنا أعرف فماذا تعرف أعرف كيف تسير السنن كيف الله سبحانه وتعالى خلق هذا الواقع هناك قضاء هناك قدر إذا أنا هدف شركة بوسيف مع هدف شركتي اجتمعا كوننا قوة كبيرة جامع بيننا لو تشوف هذا التناحر مثلا بين كافهات مثلا أو الصالونة أي مشروع تشوفه من عدد كبير محامين وفيه كبير كبير هذا نقول نسميه ريد أوشن بحر أو محيط أحمر دم أسماك غروش ناس تعاكل ناس الحصة السوقية صغيرة واللي قاعد يشترون فيها عدد مهول طيب لو فكرنا بطريقة مختلفة ما طلعنا من الصندوق الصندوق وايد فيه أشياء حلوة وايد فيه لكن ربنا نحب الكلمات الغريبة يعني فنقول الصندوق نوايد حلو صندوق مبيت حلو وهم ذكرت فيه كم من الأفكار لو رحنا وشفنا منه اللي ممكن يجتمع معانا بذات المبادئ بذات تقييم بذات كده وقلنا شرايكم يا جماعة احنا ست كافهات خلونا نندمج ها فالتخطيل استراتيجي ها يمكن ممكن ما راح نوصلا كذي أو مزعد شوية بس نقول على فيه عندنا هني عندنا شيء اسمه الوحدات ها الو بي عندنا اس بعد اس بي يو وعندنا الوحدة هذي ها وعندنا سابورت المساندة مثلا معنا كافي وعندك كافي وخالد أو يوسف عندنا كافي قلنا يا جماعة اشوفه احنا قاعد نشتري من موردين متقاربين تقريبا المذاق اللي عندنا الأدوات المادة عندنا متقاربة ايضا حتى الستايل ما هذا نفس المستوى يعني شريحتنا شريحة المتوسطة ماه العادي كافي عادي بس شي هادي ومرتب ما الناس يقرون ويحبون يقدون فدوء ماه هذا كافي وإحنا متقاربين تقريبا ومناطقنا ايضا قريبة اذا وائد اشياء قريبة وما شاء الله انتم عندكم خبرة وهذا عنده خبرة وهذي عندهم خبرة فإحنا ثلاث كافي هات عندنا خبرة او صالنات نسائي ايان شرايكم نجتمع ونحط اتش آر واحد مدير موارد بشرية واحد يدور لنا افضل ستاف احسن موظفين يدربهم يزنعهم كل شي ونبيل لنا واحد محاسب ما لي بدال الثلاثة واحد بالضبط انا تعاقد مع شركة محاسبة واحدة مع قانوني واحد ترى شوف قانوني استاذ ترى احنا عندنا ثلاث فروع لان احنا صرنا شركة قابضة كلنا مع بعض كلنا حطيناها في شركة واحدة قيمناها قال تعال نبي اتقيمون لنا شركته كافي ماله وكافي هذا وكافي هذا كم قيمته مقابل حصته في الشركة الرئيسية وخلص بدين طبعا الارباح او طريقة المبيعات لها طريقة في التوزيع بعد ايضا حتى تكون متوازنة لما نطالع احنا صار عندنا قوة اكبر وتكاليف اخفض وموردين ممكن تعاون اياه بشكل افضل لا واحنا نقدر نروح كافي هات ثانية وقولهم شرايكم عن طريقنا نقدر نورد لكم لا هذا يعطينا سعر ممتاز احنا نقدر 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 لكم شفت عملية لما تقول انا عندي رؤية اعرف من انا كيف اذهب مو لازم انجح انا دايما اقول هي ثلاثة حروف سي اي او اللي هي مدير تنفيذي صح وعندنا اي جي او اي جي او اي جي او اي جي او الانا هذي دايما يعني تكون الانا اي جايزات شيء شيء بالنفس يعني الحسد الغضب الفخر انا بس عندي هذا لانا ليش تمدحون فلان اغار انا شكت هذه الافكار كلها هذا الايجو فهي ثلاثة حروف فانا اقول هي سي او هي مو اي جي او ترى هي ادارة انفيذية مو عواطف وانا ابي كافيهي احسن من الكافيه اللي عند استاذ بدر وانا ما ابي هذا الامر في اشكالية كل ما احاربك رح حصير مثلك وهذه مشكلتها انت الان تدعو لا لا كل ما صار بيني وبين شخص اخر منافسه انا انافس هذه الشركة كل ما صرت طبق الاصل منه انا قاعدت 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 الى انا اصير مثله بالضبط وهذه له يعني كتب جميلة في كتاب جميل اسمه من صفر الى واحد وكتاب جدا جميل ها يتكلم عن الستارتاب اذا عندك فكرة مبتكرة صفر ما لها وجود في في السوق انت تسوي واحد انت الحين نقلتها من صفر الى انها تكون موجودة واحد ما بعد الواحد مو مهم خلاص في خمسة في مليون مو مهم هي بس نتكلم عن هالنقلة هذي فاي مشروع ابتكاري ستارتاب عندي فكرة مبتكرة مثل اوبر عندك مثلا هذي اللي يروحون يأجرون غرف ما دري شنو ار بي ام بي شي شدي هذا شي مبتكر منه اصلا يضمن لي انه في احد بيأجر غرفة عنده في البيت يسكن واحد غريب لا هو بلده ولا منطقته ما دري هل موجود هذا ولا لا هذا سؤال كبير اكتشافه ما يكون في دراسة الجدوى اكتشافه بانك تروح تطبق لذلك نقول ستارتاب مختلف هذه الابكار خارج صندوق خارج الصندوق او يعني بالصندوق احب لك لان اخاف على من العملية تحب الامان هي كلمات ملوط التنمية البشرية اطمر خارج الصندوق انا وصلت مرحلة انت اسد لا انت مواسد بالمناسبة فيها تعارض تعارضهم كثير في التنمية البشرية لا عقلانية فيها كثير شوف فيه شيء منطقي في منطق المنطق كلامك منطقي جميل ولا تعرف تسولف لا عمو مو منطق هذا المنطق هو معادلة علم يعني نقول المنطق هو علم الآلة او علم قوانين علم الآلة الذي يعصمنا من الخطأ في التفكير في هيكل اي وحط قواعدي عليه ضبط مضبوط كل شيء مكان براكيست اوكي ممتاز اذا انا عندي ضبط في المنطق اذا كان فانه هذه عملية شرطية اذا كان فانه اذا كان بيدر سيف في الكويت فانه كويتي واضح تمام اذا كان بيدر سيف في الكويت فانه في اليوم في الستيديو نقول لا هذه متعارضة قد يكون في الستيديو قد يكون في بيتهم شفت هذا الامر ليش انت قطعت بان اذا كان فانه هناك اذا كان عندي هذا المنتج وابي ابيح الى هذا العميل وهو موجود فاذا اذا اذا اشتراك انه راح يشتري هو موجود بس اشتراك انه هو يحتاج هذا هذا المنطق اللي احنا نحتاجه في عملية التخطيط في القيمة يعني الفاليو احنا نقول فاليو ما المنتج ما هي القيمة قيمة مش الاخلاق قيمة تلك شنو راح يفيدني كمستخدم او كعميل لما تي تصمم قيمة ممتازة وتحط مقابلها سعر يقول عندك شيء وهان لازم يكون في احتياج وهو محتاج وفاهم ان هذا احتياجي قدمت له يقول ممتاز انا ابي الساعة هذي الرولكس اللي لما احطها بيدي وسو تشيدي يقولون هذا ال ولد فلان لاني هذا ولا اي ولا هذا عنده بزات ابي اشعر بهذا الفخر ابي اركب هذه السيارة الهادية ابي استخدم هذا الجهاز التليفون كان في قبل التليفونات في نوكيا وفي كان فيرتو مثلا هذا بألف دينار كان وقتها وجلد رولز بلاتينيوم يعني شنو قيمته انه فيرتو فخر هذه العملية هي راغبة اشبعتها عند العميل هو يحتاج الفخر اوكي واي احط له واحد لابس بيت له ويسوي تشيدي عشان اصورها التصوير جيد في عزب التخار هل العلم النفسي لأثر في هذا الجانب نعم هو اخطر شخص ممكن انك انت يعني تطيح في شباكة هو من يعرفك لما يحط له 18 معيار ويعرف من انت ويعرف ما الذي يخيفك ما الذي ترغب فيه يسحبك راه يقناك راه يقول لك شوف هذه لو لبستها وكنت انت طالع مع المدام ما حصلتش هذه ومتى اختارها هو يعرفك ما يعرفك انت من انت فلان 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 لطيف داي ما يعرفك صد جوك وهو يعرف وهذه في عملية البيع في المبيعات هو ما يقول تقول لا ابي هالقطعة هذي بشم ما رح يجعبك هو يقول لك انت بستخدمها شنو تبي اين وعتبي والله بالآيباد آيباد اي هو الـ 128 ولا الـ 46 64 لا الـ 64 ليش هو حقك ولا حق لا هو حق العيال بس يبقى لعبون شوف عندي واحد هما يبقى لعبون لجيمز ها تمام يشبقون عن الانترنت اوكي يبقى لهم شريحة يعني ممتاز بس الكاميرا ما يستدمنها تبعا فيختار لك واحد يقول لك شوف هذا افضل واحد طالع ولا 300 دينار ولا مالجان بس خالي حق لي هال يقول لك شوف اما بس جيمز عادية ولا جيمز لا صغار وهم عيالي يبدي يوضح لك اكثر يقول لك شوف عندنا واحد ما في سيم كارد على الواي فاي وما تحتاجه اصلا الطفل ما يحتاج السيم كارد يشبق على الواي فاي وخلصنا وهذا 64 جيجا وممتاز وجيد فيبيع لك هذا توافق لأنه ب120 دينار فارق بينهم بدنا يقول لك بس تعال عشان لا ينكسر خنحط له الكفر هذا خنحط له حماية الشاشة هذي ابتسلينك باعلك اكثر حين ركبك اشياء ثانية هذا البيع بعده هذا فن البيع لم يقول لك هذا ايضا ننخطط له عشان نبني وهم مو قدعنا من البيع ونيبلنا بيع زين لا نقول له هذا البكج راح تبيع المرحلة الاولى راح تجذب العميل بهذا بعدين تعطيه هذا بعدين تقدم لهذا وهو فاهم الرسمة هذي ومتمرن عليها يعني نقدر نقول 40 ساعة يعني حتى لو كان مو مسوق ممتاز نقدر نعلمها المهارة هذي بخريطة مثلا يقراها يعني كل واحد ممكن يبيع بيع كل واحد يقدر يبيع اذا تعلم قواعد البيع اتخطط اذا تعلمت التخطيط تنجح في مشروعك اذا تعلمت الادارة والقيادة الله سبحانه وتعالى كل شخص اعطى هذه القدرة اعطى كل شيء خلقه ثم هدى الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الارض وعطانا النجوم حتى ها شكال لتهتدوا مو تسترشدوا لتهتدوا لأنها دائمة لا تنقطع كذلك الافكار او العقل العقل هذا حتى نهتدي والانسان عنده طريق ولا ضابط أخلاقي لا أخلاقي هو يا جنة يا نار بس شوف الجمال شوف لما نتكلم عن القرآن في تخطيط استراتيجي في علم الاجتماع في علم النفس وفيه كتاب لابن القيم من القيم الجوزية الجوزي ضيع بينهم من القيم أنا من الضيم كتاب جميل وهذا فيه شيء من علم النفس شيء بالعلم الاجتماع شيء في العبادات شيء في الله سبحانه وتعالى شيء عجيب كتاب جميل وكتاب بعنوان والله أنا ترى ذاكرة لك عليها هذا حتى ما يقدر نقول حروي حتى ما يقدر نقول حروي تبع بينا إياك نعبد وإياك نستعين والله نسيت نسيت والله نذكر إن شاء الله رشلون كتاب جميل طريق نحطه في وصف الفيديو إيه والله يليت إنه جدا مهم جدا مهم مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين والله جبت حروتها مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين كتاب جميل جدا جدا إذا واحد يعني خذاب هداوة بالليل شيء قعد حلوة يعني يقرأ شيء جميل لما نعرف أن هناك قواعد شوف نحن نطلع نأسس ونرجع نقعد بعد نرجع حق تغطية استراتيجية حتى نشوف شنو التطابق بينهما الله سبحان الله سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم أصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولاك كان سعيهم مشكورا تمام دعنا نرجع إذا نرجع خطوة وراء أحبو لمن تكلم الله سبحانه لما قال من من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد واضح واضح وعقابها في النهاية لكن عندما قال لنا هذيك شتات فإذا يبي الدنيا يبي العاجلة سبل الكثيرة لكن في الآخرة كلها سبل لكن تصب في مسار وهذا السراطي مستقيم إليه مستقيم فنقول الله سبحانه وتعالى يقول ومن أراد الآخرة أول شيء شنو صار أراد الآخرة حدد شنو يبي وسعى لها تمام سعيها في شرط وهو مؤمن قلنا أراد الآخرة هذه رؤيته يبيها وسعى موسعى لها لا هي السعى ولها سعيها طيب ليش كل هذا التفصيل عشان يضبط المسار إرادة رؤية طريق مطابقة الطريق يؤدي إلى هذه الجنة وعند إيمان قلنا كل شيء يضبطه ثلاث قواعد صح ولازم عشان سلامة الطريق لازم يكون عندنا رؤية ولازم هذه الرؤية مبنية بشكل سليم وعرفنا موقعنا بشكل دقيق وعارفين غايتنا بشكل واضح ورسمنا طريق منضبط بقواعده تمام بعد ذلك هذه كل المحددات نفسها الله سبحانه وتعالى قالها أراد الآخرة وسعى لها سعيها الذي لابد أن يكون عليها لازم حتى ما يكون مثل ما يقول قال اللي اللي يعملون يحسبون أنهم يحسنون الصنعه وهم يحسبون أنهم يحسنون لا لازم مطابق أن الطريق هو أصلا مؤدي إلى هناك وتطابق هذا الطريق وهو مؤمن بأنه سيصل وأن الله سبحانه وتعالى سيرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه وأنه مؤمن بهذا الإله وأن هناك جنة وهذا النعيم وأنه ممكن ليصل الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الأمر هنا اجتمعت كل ضوابط الوصول فأولئك كان سعيهم مشكورة سيجزون كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا خطت صح حليت الواجب عرفت اتجاهك عرفت من أنت شنو قدراتك إمكانياتك ممكناتك توظيف مهارات لازم تنجح ليش الله يعاقبك ليش ما تنجح الله ما أراد شدرك يمكن أن تغلطة محلة الواجب نفسها نفسها هي هي نفسها المدرس حاط عليه صح لأ أنت ما درست واضح الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكون وهذا المخلوقات ليبلوكم أيكم أحسن عمل هي أصلا قدراتكم ورؤيتكم وهذا الجلد والصبر والمصابرة والعصر إن الإنسان لفي خسر من استثناء إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بنوا مشاريع سووا كل صالحات وتواصوا بالحق ترى شوف التخطي تسوي وتسوي بالطريقة الفلانية ومو بهذه بعذيك لا دربالك عدل صح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اصبر راح تطوف وزينها ربك ما لك شغل أيام بس المؤشرات واضحة أننا ناجحين هذا الفريق اللي أنت تحتاجه مو أول الأمر ينسحب هذا يخوفك ها هذه العملية هذا البزنس حياة نفس القوانين وين بتروح حدد نحن بنسافر أوكي وين نيويورك عندك خريطة نيويورك أوكي تعرف تقراها تمام شنو السيارة مناسبة حق شو وارعها شنو يحتاجون هل عندنا أمور ثانية مثلا نقول هذه CS F CSI هذه Success Critical Success Indicator اللي هي عوامل النجاح الحساسة يعني ما يصير تتم هذه الرحلة إلا بجوازاتنا ما يصير صح؟ كذلك البزنس عشان تنتج هذه لازم نحط لها وقود لازم نحط خام لما يطلع لنا النسيج وفي ثقوب مشقق نقول مكينتنا آلتنا مو موضوطة ما تنتج منتج الجيد فلا بد نسوي عمية تصلاح لأن هذا المقبول basic هذا أقل شيء مقبول إذا ما كان عندي ما الاحتياج الذي لا يمكن أن ينجح في هذا المشروع دون وجوده وما عندي المؤشرات اللي أبتغي تحقيقها وهذه المؤشرات لا تؤدي بتكرارها إلى تحقيق رؤية إذن إحنا تايهين في مجرة ما ندري مين تروح هذا السبب هذا السبب خسائر نعم نعتقد إن إذا سوينا إعلانات فإحنا رح نسوق الإعلان مو تسويق يعني شو لما نقول كلمة تسويق ماذا تعني هذا عنوان في الجامعة وفي المدارس في الدورات في الكتب هذا مكتوب عنوان عشان تعرف شو نسوي إعلان يقول لك الإعلان أول شي لازم تكون عندك خطة وهذه الخطة في استراتيجية تسويق غير استراتيجية المشروع أنت لازم تكون أصلا عندك منتج وعندك شركة وفي فرق ترى إحنا نحسب على المنتج ونقول هاي تكاليفة وهذه بنسوي وبنبيع وبنسوي شي ذي وبنبيع عشر آلاف قطعة إحنا خططنا حق بيع كونتينر بس ما خططنا لبناء شركة لأن عشان أبيع كونتينر أنا عندي تكلفة واضحة وعندي مستهلك بيشتري لكن لو أبيها بشكل مستمر مستدام إذن لابد أن يكون عندي منتج هذا المنتج في هامش ربح أو إضافة هذا الرقم المضاف فوق لازم أقص منه الفلوس اللي جمتها في هذه البضاعة ومدة التخزين لهذه البضاعة وكاش فلو ودورة الكاش كل هذا يعني أنا لو حطيت ألف دينار في كونتينر وبعته في سنة شل الفرصة البديلة للألف دينار بدل كونتينر شم مقدر أطلع إذا أقع رح أطلع ثلاثة ضعافة فأقول كونتينر علينا خسارة لازم أروح أق الفكرة البديلة كذلك لما نخطط طيب ليش إحنا ما ننمو بس إحنا ندفع فلوس نبيع دينا إراد نحطها في بضاعة ندفع نبيع نرجع نفس الشي طيب ما في نمو بس شون أطلع زين بكبر الأستاف أنا ودي أتوسع قولك إيه أنت حسبت على المنتج ما بنيت شركة والشركة لازم تبني كل هذا عندي نمو عندي رؤية لازم عندي هامش ربحية هذه الهامش ربحية لازم يتنامى ويتضاعف حتى يوم من الأيام أقول حسب رؤيتي أنا قلت بـ 2027 راح يكون عندي أربع فروع وأنا حققت أربع فروع وعندي فائض إذن فريق التخطيط كان ممتاز توقعاته كانت ممتازة إلا أن أهم يعني ما يبقى بالضبط في 100 ألف زايدة فوق النجاح اللي نجحنا بس ما راح حاجيهم عليهم ممتازين ساهم الله خير وفي ناس لها تحت وائد هذا الفرق بين التخطيط الله سبحانه الله سبحانه يقول أثم من يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط المستقيم كل من حلقة تشوفة مطلق الله يذكر الله المستشارين حتى يطورون من فريق التخطيط اللي عندهم وكذلك هذا الانتماء مع الشركة وحبنا لشركتنا قد يجذبنا لازم نيب واحد من برا يقولون لا لا شركتكم محلوة يعني أنا في مشروع نشتغلنا فيه كان يعني أحد المستشارين نحن طلبنا طبعا أنا أقدم هذا الأمر حتى واحد من الشركة يقول يقول شون أنت تسوي دراس جدوى وتسوي خطط وكذا وشون تروح تيب لك واحد ثاني قلت لا احنا بن نيب ويدربني ويدرب المجموعة لا وإحنا اللي راح نيب البيانات يعني هو ما راح يسوي شيء هو راح يقول ايه صح لا غلط لا عدله هذي وبندفع له ليش هذا ايه أنا حاب مشروعي وأنا متيم فيه وشايف هذه رؤيتي هذا مولودي ف المولود دائما ما أخذ قلب أبوها ولا بنتي ما أخذ قلب أبوها يعني صح أبي واحد يمسك تشداشتي يقول يوقف تعالتا وين رايح أصبر وين ركضة 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 في النهاية رح تطب من الدور السابع ايه رح شوف احنا نربط عشان نفهم هذه المايند سيت شو عقليتنا كيف نوفكر ليش قلنا كيف نفكر كيف نرى الأشياء لا لا يا غريك إنه من أموالكم وأولادكم فتنة في شي يفتنكم يميل قلبك له مو فتنة هو شاغب لا عيالنا إن شاء الله كلهم أفاضل ونتمنى لهم يعني يرزقهم الصلاح والسداد عبناءنا فتنة لنا يعني في عندنا شغف وحب ها هذه هيالنا كذلك الشركات في ناس يتعلقون في المنتج إلى أن ينهار في يموت هو معه ويخسر كل شي ليش أنا وصل لهذا المرحلة طيب بتقول يعني إنزين إلى متى ومتى أعرف أني أنا أصلا ماشي صح ولا غلط إنزين إلى متى أصبر في ناس يقول لك أصبر مهما كان أنت لازم تكون جئت لا هذا ينافي الطبيعة البشرية والطبيعة البشرية سبحانه وأنا مرة يعني جدي سواء لفآن من جمال من جمال مساحات تويتر أو اكس مساحات جميلة ترى كلوب هاوس كنت أستمع لهم أنا بالأمانة يعني بالمناسبة أنا عندي فوبيا من المايكروفون والكاميرا هذا أنا الآن ساتر عليك فضلت ناسي لذلك أنا بحياتي ما سجلت في الكاميرا و و جد أنا أخاف منه لا تكشف الإسرار تكشف إسرار أول تجربة كان في كلاب هاوس يعني قلت شنو هذا كلاب هاوس و ودخلت وشفت قيمت بسرعة بشكل سريع شنو هذا والدعوة كريمة من أحد الأخوات لافاضل قلت هذا مكان ممتاز له الأفكار وكذا نخل في البدايات يعني فيوم شوفت قيمت بسرعة وقلت هذا فرصتي أني أنا أتعود على المايكروفون وكنت ما أقدر أتنفس وأنا أبطل المايكروفون والله ما أقدر أختنق أنا أتكلم وسولف عند المايكروفون عندي مشكلة فيه تمام مساحات الثرعة أيضا بالمناسبة لابد أن يتغلب على هذه الأزمات هذه معيقات كلها تسلب منك وقت وطاقة وقدرة في مساحات أيكس التقيت في البروفيسور محمد القرني وأستاذ الدكتور في أحد الجامعات في المملكة العربية السعودية وفي علم النفس فذكر يوم الأيام كلمة جميلة أو آية جميلة وظف توظيف جميل ألهمني فيها صراحة يقول وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة يوم كان موسى عليه السلام يقول للرجل الصالح يقول لا خذني معك وراح أصبر علمني علمني بما يعني الله سبحانه وتعالى يقول تعلم مني علمني قال إنك لنت استيع مع صبرة ما تقدر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة إذا كان الشيء ما عندك خبر نهايته بدايته أوسطه إحنا باقين لنا ثلاثين كيلو نوصل السالمي أو الرياض أو الحفر في رقم يقول اقتربنا ابتعدنا سرعتنا مناسبة بنزينة رح يكفينه هل هناك مؤشرات تدعوني إلى هذا الصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة ما عندك الخبر فلن تصبر ستنهر لكن لو بنين المؤشرات واخطأنا في الوصول مؤشر الرابع ما وصلنا له نقول عندنا مشكلة بين المؤشر الثالث والخامس أو الثالث والرابع في شيء غلط نبدي نبحث في هذه النقطة وبعد ما نعدلها هل توصلنا إلى الخامس ونعدلها ونكمل ونسويها هذا لنا طريقة في التخطيط لما نقعد نشتغل نقول احنا بنعمل مثلا في البرمجة وموظفين البرمجة والمهندسي البرمجة دائما يستخدمون استراتيجيات وهي استراتيجيات يعني ما أخوذها من الكرة القدم الأمريكية اللي هو الاجائل والسكرام اللي يقف كلهم يطبون مرة واحدة مع بعض انت تبني جزء من هذا البرنامج هذا السوفتوير تبني جزء وبدر يبني جزء وأنا أبني جزء وهذا يبني جزء بدني واحد يجمع هالأجزاء هذه كلها بس احنا كلنا نشغل مع بعض فاحنا في اسبوع واحد خلصنا الأجزاء ويحتاج هذا المسؤول أو المدير الكبير أو المهندس الكبير أنه يجمعهم في أربعة أيام فإذا صار عندنا عمل في ثمانة أيام تسعة أيام عشر أيام بالكثير هذه سونا أبجكتف عندنا عندنا مهمة أو نقطة معينة بنخلصها هذا اللي يشتغلون فيها جدي احنا أيضا نشتغل بنفس الطريقة إذا في الستارتاب مثلا نقول شوف احنا ما ندل شنو الطريق ومن هو العميل وهل يبيه ما يبيه نفس ال R&B 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 ما ديش اسمها R&B اي فكل احنا من اللي بيأجر أصلا من اللي يبي يسكن عند ناس خلصنا هذا عنده بيت وما تضايب غرفة ويحتاج بيزتين أو يستثمر طيب هذا حخلصنا منه الجزء الآخر في مسافر هل بيسكن بيت واحد ما يعرفه ها معضلة ثانية فهل نعرف هذا ونعرف هذا وهل لقينا تجربة ولا لا هني لما نجرب ونكتشف ونبدأ نحاول ونعيد لما نوصل إلى شيء اسمه الكتلة الحريجة فيه شيء بالفيزياء طبعا شوف هي علم الإدارة ترى شيء عسكري وشيء بالفيزياء وشيء علم نفس وشيء هي مجموعة خليط بس هي مثل ما نقول في السياسة فن إدارة الممكنات عندي أشياء ممكن أوظفها وتحتاج فن وإدارة لهذه الممكنات اللي عندي فأعطي الدولة الفلانية كذا وأخذ منها كذا وأضغط عليها من الجانب هذا يعني هي تشيذي كذلك الشركات أتعاقد وياك مذكرة التعاون وأنا أروح أخذ من المورد وأنت تأخذ يعني العمليات هذه آي كلها في فنون يعني فلما نقول عندنا هذه الأمكانيات سويناها أو أنشني يعني ضعت في 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 نقطة لا أنا مخليك إلى الآن بس ما جاوبتني ترى لا ضعت أنا لا ما جاوبتني ما جاوبتني كم من الشركات اللي الناشئة في الكويت أو في الوطن العربي بشكل عام تطبق السياسة أو البنيان الصحيح لهذه الاستراتيجيات نعم قلنا الشركات الكبيرة واللي استقرت خالصين الشركات الأخرى للأسف رقم كبير ما يطلب ما يطلب يعني كم بالمية يعني ما عندي قراءات رسمية يعني يعني في أمريكا نتكلم إحنا أكثر من 80% ما تكمل سنتها الثانية مثلا في الوطن العربي في الوطن العربي لا من هارين جلنا فعلا نشوف كثير من المشاريع حتى وإن كان فيها دعم حكومي حتى وإن كان فيها مستثمر بسرعة بسرعة لأن كل نشوف تغليد يعني فيه خوف عند مثلا أصحاب المطاعم والقهاوي إذا فتحت قهوة نجحت ينطرونها طبعا أين ينجح إذا نجح راح أفتع جبه نعم ونافسه شوف أنا بقولك أحد المصاعد من اللي إحنا عالم بس كلام منطقي إحنا نسميه يعني هم يقولون يقولون هذا كلام منطقي في أحد ما يأكل كل الناس تأكل يعني تفتح مطعم تربح شريك بمعادلات سهلة أنت تقدر تنكر أن الناس ما تريد أن يأكل أنه ما تحتاج لك إذا نحنا نجحين لو تحط مليون مطعم بس أهم ما يدرون أن أول منافس لهم أمة أو زوجتها أو أختها اللي يقول شرايكتها بي سوي لك بيظ مفيوح ولا سوي لك مطبك حلو صح هذا منافس أنت منافسك أمة أو شي مرته في مطعم آخر هم مثلك أيضا عندك تحديات شوف كل هذيل يبطلون فكرة أن الكل يأكل بس مو الكل يأكل عندك الكل يأكل بيتهم على الأصف طيب هل أسوي أختار أني أنا أفتح مطعم شوفها طريقة تفكير عشان نجاوب نقول ليش هما ما يسوون أو عدد كبير من الشركات تخسر لأن هذا طريقة تفكير اللي يأكل تحصل يعني لو رحنا نحن نشوفهم أكثر مادة يحتاجونها في البيت للغداء شنو لحم دجاج تمام نحن ننتج دجاج ونغلف ونبيع بالجمعية أو بالسبر ماركت نحن نقول أكيد رح يون بس بيون نحن ولا الشركة الثانية أم ومرت مراحي يشون في القضية لأن اثنين هم رح يشترون من اللي بالجمعية أو في السبر ماركت لكن منافسنا الآن الطعم النوعية ها زي يعني دخلنا منافسة تجارية نحن موردين لمادة أساسية أما لما نروح الكافي لا القهوة اللي في الشالة وعلى البحار مع الرابع قاعدين بجلسة مهينة أو وياهم دلتهم هي منافسة ليش هيك ليش اجتمع معك يعني لازم مو معناته نوقف معناته أنك لازم تبني قصة تسويقية ناجحة تروح لك مستشار تسويق مو تمكن مو واحد يقول لك أنا راح أسوي لك ثلاث بوستات وفيديوهين هاي خطيك تسويقية لا مو هذا في واحد يقول لك راح أسوي لك عطني الرؤية مالتك عطني قيم عطني كذا ويجلس وياك جلسات طويلة وبعدها يحدد يقول أنتو صوت العميل أو صوت العلامة التجارية يا أسف صوت العلامة التجارية هو هذا أنتو ممكن تكرون رولر أنتو قانوني القانوني المحكم المنضبط ولا أنت والفاني الذكي السمارت أنتو منو ويحط لكم شكل لهذه الهوية أنتو منو لازم تطلعون شلون وكيف راح تتكلمون وبعدها يبدأ ينسج كثير من الأمور طبعا نعيش مرحلة تقريبا ينسجها بعد أن يطلع بعلامة تجارية هذه العلامة التجارية هيقول لك أخذها وتروح حق المصمم يصمم الألوان واللوغو أكمل لأنه ما يقدر يشتغل الألوان واللوغو إلا لما يخلص الراستراتيجي وبعدها يقول لك شوف أنت خدمتك إلكترونية لا أنا محل كافي يقول لك أوكي روح حق في الساس اللي هو السوفتوير يقول UI UX في عندهم في المحلات هذي اللي صمم تجربة الأعميل من وين تدش المحل كيف تلف شنو صادفك في الطريج كله شنو المبيعات العليمية ستارباكس لما كانوا يحطون هنا ماغ وشوية قهوة وهني كوكيز وهني هذا ليش عارف هذا الروت اللي سوالك هذا تصميم ما سوا شي عاجبني هنا هذا اللون أحمر أبي والله شوف أنا أحب دائما فوشي لا ما فيه أحب بيتكم هنا في علامة تجارية وفي تصميم بعد ذلك تقول يلا تعال يا مهندس نفذ هذا الكلام بالديكورات بهذا التصميم هنا نقول إجابة على سؤالك إن لما أصمم هذا التصميم وقول عندي تسويق وراح أسوي خطة تسويقية لكم وأنا مستشار تسويق إذن عندي خطة تسويقية لأن عندي القاعدة اللي أبني عليها كل البوستات والفيديوهات اللي أنتوا رح تنشؤونها وفيها لها ترتيب ومختصصهم يعني كتسويق تمام وما كلهم يتشون مع بعض بس لما نية حق الأصل لازم تكون عندك خطة استراتيجية نموذج عمل استراتيجي هذا أساسي لازم كل شيء منضبط لازم في بداية نهاية قدرات مكانيات شو تطير إذا ما صار هذا بتشوف هذا يعني أنا جد والله يؤسفني كل من خسر في السنوات هذه اللي فاتت يعني أقول عسى الله يصبرهم ويعوضهم ويشوفون الخير في قبال باذن الله ورب العالمين يزينها ما ينسى بعدها لكن أما أنا لنا أن نتوقف ونستبدل الطريقة التي طالما حاولنا أن نثبت صحتها ونمتصح كل مرة نفس الطريج أطلع من بيتنا أخذ يمين آخر الشارع مسجد العثمان أطلع من بيت بوسيف قبالي مسجد كذا لو رح تيسار نزيل لو غيرت يمين لو هل رح يختلف طيب إذا كل مرة أبي أروح الجمعية ويطلع جدامي مسجد العثمان ممكن يوم اللي يوم تغير الطريج عشان توصل لحق الجمعية إذا كل مرة أقول أن هذا كلام فاضي إحنا ما نحتاجه لأن أنا أدري أن الناس كلها تبيع يعني إكترونيات زينة كل من يبيع تمام أوكي طيب يعني خلنا شان إحنا سؤال أنت تستخدم شركة الأجهزة مالت التليفونات تستخدم آيفون صحيح من أبل ليش شنو شنو مميز فيها شنو عندك وصيف شنو مميز في آيفون ما فيش التليفون عادي صح طيب ليش صارت هي أعلى شركة دخل إرادات العالم برقام كبيرة جدا ليش قدمت شي طيب شنو قدمت اللي يقول الآيفون هو ألطان اللي يقول لأنه شوف تاتش سكرين قبل كان نوكيا وكان نوكيا بس شي دودة تلاعب لعبة الحية تفوز فيها رشان الحين صار لا تتش كاملة وانتش تبيل ماكس تبيل هذا وثلاث عيون الكاميرا نقول اللي ربح مو الآيفون اللي ربح أبستور التطبيقات اللي موجودة هناك لأن لما هذا هذا العبقري وقال أنا شوف أنا بسوي جهاز اللي يستخدمه يستفيد واللي يبي يتشارك معنا في هذه الفائدة أيضا يستفيد فأنا أبي أمكن المبرمجين والمستخدمين إنما يلتقون في شركتي في السوفتوير مالي بالمنتج اللي قدمته فيتبادلون المنفع يتبادلون المنفع وأخذ من هذا المبرمج اللي حط الأبليكيشن على الأبستور أخذ منه 30% لكل عملية بيع من العالم كله أي واحد لا يستخدم آيفون دوري أنا أن أعطيهم البيانات والمعلومات على التطويرات اللي أقدمها لهذا السوفتوير هذا البرنامج أو هذا المحرك iOS شنو فيه حجم الشاشة سرعة البروسيسور والغيرة عشان يطورون أبليكيشناتهم هذا برامجهم وعشان تكون قياس الصفحة صح مضبوطة ولذا فتحت الويب سايت ما لهم يطلع أيضا أنت آيفون يفتحها إذا أنت أندرويد بهذا الحجم هذه المعلومات أنا راح أعطيهم إياها ترى عبداللطيف يستخدم آيفون خمسة عشر لقياسه كذا كذا فهو أول ما يدخل يطلع عنده يتعرف علي هذا البرنامج فيعطيني حجم الشاشة وأخذ الفلوس منه هذا المبرمج لأنني أنا ساعدتك وأنت تدفع حق المبرمج لأنه ساعدك أنا الممكن اللي جمعت هذا جمعت هذا وأنا قدمت ماضي عد شم مضاعف اقتصادي لأنه تحسب المبرمجين ومصممين والكذا والشيء كبير من التسويق وغيره علي أني أنا أنتج أجهزة جديدة ومتطورة وبشكل جديد جذاب أنهم يستخدمون آيو اس والساعة والآيباد وغيره هذا الأمر لما تقول أنا بنت شركة ما بنت منتج لأنه لأن الشركة هي عندها فكرة منتجات محددة برؤية لها رسالة عندها قيم صنعت حق كل هذير كل هؤلاء صنعت لهم الفرصة للتشارك في أن يحققوا شيء من إنسان قدرتنا على المشاركة وظهر ذات أنا استخدمت برامج معينة استخدمت انستجرام استخدمت كذا يوتيوب هذا الأمر هو أتاح لي الآيفون أو الاندرويد هذا الأمر هنين نقول إحنا بينينا شركة إحنا ما سوينا تلتش سكرين والكاميرا تصوي ثلاثة وتصوي زوم من آخر هذا ما يطلع فلوس هذا تشتري بثلاثمئة دينار روعمية دينار أول ما ينزل بس أنا أخذ ثلاثين في المئة على كل المبيعات على مدار دقيقية اللحظة ثلاثين في المئة ثلث مدخولك مش أرباحك شركة أبل تاخذ ثلث مدخولك يدفع لك أحد دينار رح يأخذ ثلاثمئة فلس ثلاثة 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 رقم كبير هذا نقول بنيت شركة تقول أنا قد خطط لنمو شركة لا تقهر فيه طبعا في كتاب استراتيجي استراتيجي نايزرز هذه سلسلة جميلة تصدر من عمان ابتكار القيمة ابتكار نموذج العمل التجاري العمل التجاري اختبار العمل التجاري ايضا اللي هي الشركة التي لا تقهر هذه لابد ان نبنيها حتى نقول احنا عندنا شركة تنجح وعندنا رواد اعمال قدمت لهم الدولة موارد قالكم تفضلوا تبون تفتحون المشاريع تبون نعطيكم اجازة مدة معينة تفضلوا لازم تسوي عمل واجب كبير حتى تقول انا مثل ما قال سنزو في البداية يقول المنتصر قائد استراتيجي المنتصر هو من يربح الحرب قبل المرح لا لازم ولا ما نقول احنا نقول طبينا من دور السابع لا لا احنا طبع امرك ناخذ على طول ناخذ تذكر الصين جاب كونتينر جاب هذا تفكير والله الرزاق لا رجل رحمة فسعت كل شيء تنسفت يا أخي لا أنا عرضك هذي لا تسويق هذا الأمر ليش العربي قال حق الرسول السلام يا رسول الله أعقلها وتوكل أم أتوكل قال أعقلها وتوكل يعني هو قاعد يقول له هل أتوكل على الله أم أعقلها وتوكل على الله هو قاعد يقول له هذا الكلام فإحنا لما نقول يا ربك رزاق صح هل استحقيت هذا الرزق أنت سويت سويت السبب وقلنا ومن أراد الآخرة وسع لها سعيها محددات وأن ليس للإنسان إلا ما سع السعي شنو قصد وطلب أنت بين قصد وطلب هل أنت كعتمش بهذا المكان يعني مهم مهم أن نتوقف ونعرف هذا الأمر حتى نقول إحنا أحلى للواجب وغاب عننا وأخطأنا وخسرنا لكن نعلم في ماذا خسرنا وأين خسرنا وبما خسرنا ليش نقول إحنا كانت عندنا فكرة طريقة تفكير معينة في وقت معين اتخذنا قرار وبنانا على هذا القرار وصلنا إلى هذه الخسارة هذه أعراب لأزمة سابقة هي طريقة تفكيرنا في وقت معين وهذا اللي تستنتج تقول طريقتي خطأ البنية خطأ فلازم نعدل ونطور ونأخذ دورات ونأخذ نتعلم وهلوم مجرد زيني بابداء نعم أنا لان كثير من السئلة اللي وردت في خاطرية أثناء حديثك نعم إذا أنا بيفتح شركة شركة تكلم عنها بالتحديد الشركات الصغيرة تم لو أفتح شركة كم موظف أحتاج إذا أنا ما كنت ملم في الغيادة ولا التخطيط ولا استراتيجية جميل شركة لقد حال بسيط جميل جميل سؤال سؤال بسيط لو إحنا نبي نروح رحلة و شو نأخذ غراب أنا على حسب الرحلة بمتاز وين وجهتك رؤيتك شنو القدر اللي بتحققها بعد ذلك نبدأ نحط الأهداف المؤدية إلى أهدافنا اللي تحقق الرؤية هي محطات هذه المحطة مكبة نقول مثلا إحنا لازم نسوي الهدف ألف لها طبعاً طريقة أن يكون سمارت جولد حطينا هذا الهدف الهدف هذا له مجموعة من المهام قد تكون خمس سبع عشر مهام تحقق هذا الهدف تمام نحن نأسس ستديو لازم يخلص هذا الستيديو في بعد شهر جاهز زين شنو السي آي اللي قلنا بداع اللي سي أس آي سي أس آي سي أس آي سي أس آي و يقوم مدري يقوم ها س أس آي لا لا هذيك هذيك مال الإيقو والسي او أنا والإدارة التنفيذية هنا نقول المؤشرات الحساسة النجاح الحساسة ستديو يجب أن يكون مكتوب الصوت لا يوجد صادة هذا شيء حساس يجب أن يكون ميكروفون لأنه لا يحدث بدون ميكروفون يجب أن يكون كاميرات يجب أن يكون في إضاءة معينة يجب أن يكون في نقطة ظلمة ونقطة مضاءة صح؟ نزيل هذه الأساسيات يجب أن يكون عشان أحقق هذا فأقول شو نحن نحن نحققها بعد شهر فلازم الآن أنا أشو لشركة ميكروفون وشركة كاميرات ومصمم أو يعني بيسوي استيديو ويدخلن المواد هذه العازلة ولازم يدخل هذا بالتاريخ الفلاني وخلص وبعد هذا وبعد هذا وبعد هذا نكون وصلنا لنهاية الشهر إحنا سلمنا الاستيديو جاهز للاستخدام فدايما في واحد دايما يقول أنا يقول في الاستشارات أو في التخطيط نحن نسوي نعلمهم شلون أنا لما كنت أدرب نقول نعلم نقول إحنا نحط الهدف وبعدين نرجع إلى الآن نروح نحط الهدف ونتخيله نقول هذا اللي بنسوي بعد سبوع شنو يحتاج نبدي فيه اليوم وباشر ومع منو وشنو نحتاج من أدوات اللي تحقق هذا الهدف وبعد ما نخلص لازم عندنا هدف ورا آخر مستمر مستمر إلى أن يكون عندنا سنة كاملة من الأهداف والمهام كل شخص عندي أعرف في شهر يناير وفبراير ومارس وإبريل وانت رايح شنو عنده من مهام ولازم يكون عندي شهر ممتلئ أنه عندي بدر عنده ثلاث مهام في هذا الشهر وعبداللطيف عنده سبعة وهذا عنده خمسة فتستمر العملية عندي شهر من الأعمال وعندي فراغات بسيطة في هذا الشهر أعمال استجدت تدريب تنويه اجتماعات هذا عندي كل هذا لابد أن يكون منضبط نضع ثم نقول شنو احتياجاتنا بعد ما ننتهي من خطة التسويق مثلا أو خطة التشغيل مثلا أو الخطة خطة العمل في النهاية يطلع عندنا أمور محددة هذا كان أساتذتنا يعلمون إذا الله خير دكتور ثابت حجازي دكتور سهل مهدي استاد دكتور العمري هاني العمري في ملك العرب السعودية كثير منهم بعد كان يقول بعد نهاية ما تبني الخطة تجي في مرحلة تقول خلاصة هذه الخطة شنو أحتاج هيكل إداري هذا شكله حتى يعمل أحتاج أن المدير ما يوقع من أعلى منه دايريكت يعطي أمر للموظف ما عندي مدرف وعندي مدير رئيسي ومسؤول تسويق صغير أنا عندي شركة صغيرة أنا مبتدة أنا الوحيد أنا عندي مشروع مبادر مشروع صغير أنا بروحي طيب إزاي بروحك شلون بتدير هذا اللي يحل الواجب يقولك أنا المسوق وعن القائد وعن المخطط واستعنت بمستشارين شوية بس أنا اللي بنيت السوفتوير أنا اللي سويت الغرفة عندنا في البيت والمكتب أجرته صديق يزاه الله خير قال تعال عندي غرفة فاضية مكتبي مكتبي كبير وإحنا بنعين ونعاون ونتوكع على الله أنا بسوي شفت هذا هذه المساندة أنت تبي حاضنة هذه لها قصة بعد أنا شوف إحنا ما نقدر نبتعد عن القرآن ما نقدر هي مجموعة مفاهيم مجموعة وأحب ندخل عليها شوي بس أبي أوضح هنا نخلص هذه أنت ما 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 لف ضايد فنقول أنا كل شيء أسوي أنا صاحب هذا العمل أنا HR وغيره طيب أنا بوظف أروح للمستشار HR أقول لها لو سمحت ممكن أنا ما أقدر أوضفك كمدير موارد بشرية لكن أبي تيب لي اثنين ممتازين مناسبين لشركتي يقول لي ورني شركتك بقول له هذا الورقة يشوف الرؤية يشوف رزاع يشوف المنتج يشوف كل هذا يقرأ كل التقطة يقول مممتاز أنت تبي ناس عندهم المهارة المرمجية ومهارة العمل كفريق وعنده كذا وعنده كذا اكتشفت من وين من هذه الخطة لأنه واضح هو شايف إنسان شخصية اعتبارية على الورق تبي تحققها على الأرض الواقع قال ليه أنت تبي واحد بالـ H.I. موظف يكون عنده مهارة بيع وصغير سن لأنه فيها ماشي بالشارع وايد لا تبي واحد كبير رازين يلبس بدلة وعارف الشركات ولازم يكون من الجنسية الفلانية مو هذه لأنهم أغلب الشركات توظف هؤلاء اللي عندهم اتخاذ القرار في هذا المجال فلما تكون فاهم منه بتبيع له منه صاحب القرار يعني ممكن شركة أنا شركة بدر لكن المتخذ القرار هو شركة يعني مسؤول الصيانة أنا عليني أروح أورد له في الصيانة ما راح راح قابل بدر فهذا اللي في الصيانة شون جنسيته شون يقبل هذا عميلي الآن لازم أذهب له مدير مبيعات أو مسؤول مبيعات مناسب ويعرفي بيع له ويعرف احتياجه وأعرف أنه عندهم مشكلة في الموردين اللي عندهم وأعرف أنه عندهم ما يعطون بالآجل يعطون بالكاش ويتأخرون لا أنا شوف أنا راح أعطيك كاش بس ترفع السماعة علي أورد لك القطعة واضح أنا ما عندي لأنت المورد الآخر ممكن يأخذ لها ثلاثة يوم فأنا لازم أطلب قبلها ويمكن ما تصرف يبقى عندي قطعتين ثلاث ما بأخزن لا أنت لو بقى قطعة واحدة تدق علي بعد ساعتين عندك هنا نفس ما سود بيزة حق بيزة هات طلعتها من السوق أنا الأسرع أنا مو أحلى أكل مو أنظف أكل أنا الأسرع بيزة هات زينة بس أنا أسرع يعاني أحينيك أي شي ما وصلت قطعة بلاش وراح لعطيك هذا الأمر هذي ميستة التنافسية يقول لك أنا أخترق السوق بهذا الشكل وهذي ميستي أنت تقدر تسأل هذا الكلام يعني لما تطبق هذا الكلام وتعطيه حق عميلك تقول آه ممتاز يعني هذا مستشار الـ HR قادر على معرفة احتياجي بناء على الخطة هذه اللي بنيناها طيب أنا أحتاج حق الستيديو شيء من الأجهزة فأروح حق منه ورحك واحد خبير في الأجهزة أو الستيديوهات هذا مستشار أنا ما قدر أوظف مدير لكن أقدر استشيره واتفعله مبلغ صغير أو أقول لي زاكرة خير لو سمحت أنا ترى مبتد وانت نعلم مني أو من اليوتيوب إذا قدرت تفيدني يعني تعطيني معلومات بسيطة فأخذت هذه المعلومات ورحت طبقت هذا الكلام قلت يا استادي أنا بيعرفة أسوي أجهزة شنو أحتاج والله تحتاج هذا منظم الصوت اللي يجمع الصوت ما دريش سمونا ماكس ما دريش شنو وكذا منظم وقال لك مجموعة أجهزة أوه هذه المجهزة زين هذا مناسب يقول لك شوف هذا حق تزوم هذي شنو وهذا ماكس يدخل سكس شنو ثلاث ست منافذ أو ثمان منافذ يعني من هالك فأعلمك كل إذا أبي دورة أسوي دورة عليها أو أعلمك سواك دورة هذا الأمر هو أفضل عملية تسويها أنك تعرف كيف توظف هذا الأمر أنت قائد لازم تعرف كيف توظف تعرف كيف تفوض تعرف كيف تخطط وتقود ولازم عندك فريق تقود إما كل جوارحك ورغباتك تقول لها على الطريق المستقيم وإلا فلا قطعتك إيه رب ها إيه إذا شو تخيل إن إنسان عنده رغبات وعنده احتياجات بروح تطبقها ومرة مع هذه ومرة ما في اتساق بينهم ممتحدين كتلة وحدة رغبتي أني أكون جيد في هذا العمل وأتجه إلى هذا الطريق لا هو ما فيه هو يبيهني ويبيه هناك صاحب بالي أنشد ما يصير تبي هذا وهذا ما يصير شنو هذا وهذا جنة ونار تجمعهم مع بعض ما يصير تبي الجنة أنت ولا تبي النار أنت تبي تنجح ولا تبي تكشخ عندي شركة شنو الهدف اللي بنت فيه شفت هدف مثل هذا أو شيء يدخل في قلبك كمبادر تقول إن ترى يعني أحب مكتب يصير مرتب أنت تبي يشوفونك صاحب مكتب لا أنت ما تبي تبني شركة مع أن شيء مقبول وإحساس الضيوف آئيونك أنت ناس وتسوي بينهم في ديل في المكتب لا لازم يكون بمستوى بس شنو المستوى إذا كنت تبي عقارات وشيء ممتاز وغالي أو سيارات غالي لازم يكون مكان كشخ غالي قاعدة فخم صح لكن إذا كان شيء سريع درج كافي عمالي ليش مكتب ثلاثة متر تأخذ من ثلاثة آلاف أربعة آلاف ديناب ليش ليش تأجر في السالمية ليش ما تأجر في مكان بسيط جيد ليش واجهة بحرية ليش مو هذا ما الذي أحتاج إحنا نقدم احتياجاتنا احتياجات أساسية هذا الأمر إذا حققنا حققنا شركة أنا عندي مثال عشان نعرف شنو احتياجنا كيف نبتكر كيف نفكر بعد إحنا عندنا وقت دالة بيت خضرات طبعا طبعا أنا أحب أسأل لا لا خضرات طبعا الله أحب يعني المتعة أنك عندك مجموعة مجموعة معلومات قد يستفيد منها الشخص أنا ما أعرف يعني بدر شنو يبي لكن أنا حاول لقدم له يسألني وأنا أجاوبه وأقول وأعتقد أظن أن هذا يساعدك في جانب معين أو هذا ممكن يكون مزعج بالنسبة لك في وقت معين فلا دربالك من نتحلم هذا لذة أنك تعطي أنك تقدم يبي أحد يقول شريت تمام أخذ المعلومة هذه أخذ المعلومة هذه رزق نعم وما يلقاها للموفق أنك تلتقط كل كلمة في أي وقت قد يكون شيء ملك نتكلم عن القوة قانون أو يعني معادلة القل مثلا نظريات القوة الحريجة في الفيزية شنو القوة الحريجة إذا وجهنا قوة معينة على جسم معين يتأثر يعني يؤثر عليه إلى أن قبل التحرك هذا الجسم قبل تبدل إزاحة قبل يتحرك شكت هذه نسمي القوة الحريجة هذه لو تزيتها شوي رح يتحرك لو خففت ما رح يحسر شيء على الجسم ما رح تأثر يعني القوة الحريجة كذلك في التسويق يعني تطفر على التسويق شوية عندهم القتلة الحريجة أنا أبي أكون مجموعة عملاء كم العدد حجمهم مكان قدرتهم تأثيرهم اللي راح يخلوني أستمر ما أوقف منه شنون هذين منه هذين قد يكون واحد قد يكون ألف ما تدري قوة كتلة حريجة في تجمع قد يكون واحد يوم الأيام واحد فك المسلمين مكة كلهم واحد تكلم رفض هذه المقاطعة للمسلمين يوم خطب وهم فوه أنهل الحصار هذا انتهى كتلة حريجة هو هذا تابعي واحد أو حجم أو كم معين أول ينشرك حلوة فيديو يضرب فيروس ويتقلب من استجرام شوف شوف فلان شفت الفيديو شفت أعلانهم ولا يذكر شخص ذكر والله فيه كان منتج ممتاز وجربته حلو ولا شافه كاميرا ايه كان شفت هذي تسميها الكتلة الحريجة من يبنها من الفيزي ما لا شغل بس كيف توظفها تصور انت شنو تابي فهنا قالوا وهو شي يبيلك الكتلة الحريجة تمام بس بعد شنو بعد عندك مستخدمين أوائل قبلهم منه قبلهم ناس شه ضع يعني 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 يسمونهم منعك برا يعني لهم متسامة مو حلو ما يعجبني بس إنا يعني مندفعين يحبون يجربون أي شي تكنولوجي مثلا عندك شي يديد آفني جرب هذا الشخص يحب يجرب فيكتشف لك كل أخطاء البرمجة اللي سويتها يقول لك شوف ترى ما صار جنيه ما صار شي وهو يحب أن يكون هو أول واحد أنا أول منشف هذا البرنامج أنا شايفه من زمان قابل قبل من دانس كله تبنته عرفته هذا شهد الشخصي هذه متعته الفاليو ما له أنه يقول هذا صار ستة شر عندي اليوم يفرقوا إياه إيه أنتو ستة شهر كانها ويحب ويدفع فلوس عليها ما عندما بس لذة أن يكون أنا قبل الجميع بعدين هذين المستخدمين الأوال هذين العناس عادة أن يكونون يعني رقم معين شي بسيط زين يعني طيب بعد هذين عندنا مجموعة هذه المجموعة تي على حس المستخدمين الأوال هناك تكون كتلة حرجة شذي المجموعة وبدوا يتداولون وبدوا يحسون بالمنفعة ولأ يبدون يتكلمون أنه والله فادنا وجدا وتطور العمل معنا خاصة إذا سيستم مثلا هك شركات يطور العمل معنا وصار أسهل وصار أسرع وصار أوفر هذا الأمر يقول لكم ممتاز نحن نبي هذا كم أكبر من الناس رحيون بعدين المتأخرين في الآخر هذا يقول لهم آخر السوق دائما هما ينجحون آخر السوق وهو أغلى شيء في نهاية السوق الناس قفال يأخذ الموضة أو الهبة آخر شيء يقولون لا ما تسوى هذه تقسيمة العملاء الحقيقية نحن نبي نقول نقطة مهمة هناك أمرين مهمين الأمر الأول أن نتدبر القرآن بشكل صحيح ما ما ننحرف في فهمنا وفي تفسيرنا مثل ما طلع سل الله غفر لنا غفر لهم اللي حادوا ولهم نماذج بالمواسف في في بيت جميل ابن تيمية يقول ومن أعجب الأشياء خلقوا مشيئة بها صار المختار الحقي والضلالتي هنا ابن تيمية كان يرد على شخص قائل يعني يحتج أن إذا كان ربك هو أو كان من غير ملة الإسلام يقول أنا إذا الله شاء لي هذا وكتب كيف هو يحاكمني فقال هو من أعجب الأشياء خلقوا مشيئة بها صار المختار الحقي والضلالت هي اللي حج عليك أنت ما قلت هذا القول إلا حتى تهرب في هذه العملية وإحنا الخطأ أن نمارس هذا الأمر في أشياء أخرى أنا كان ودي أنجح بس إذا هو مكتوب لي لا أنت تشاء وتستطيع مثل الله سبحانه لم يقول إن تنصر الله ينصركم وعد وما تشاءون إلا أن يشاء الله هي بهذه الطريقة هذا وعد من رب العالمين الشركات قلنا نروح حقاية ثانية شوف قوة العادات في كتاب اسمه قوة العادات كان يتكلم عن محددات معينة عندنا مؤشر لمبا تشب عمل روتيني هذا العمل روتيني يوصلنا إلى نتيجة مكافأة هذه المكافأة ترجع مرة ثانية إلى أن تكون تنتظر المؤشر هنا نكون العادات العادات عبارة عن مؤشر عمل روتيني مكافأة وتعيد الدائرة هناك دائرة أخرى أحق من هذه الله سبحانه وتعالى قالها ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث إذا كان آواك فأما اليتيمة فلا تقهر إذا كان هداك فأما السائلة فلا تنهر إذا كان أغناك فأما بنعمة ربك فحدث هذه تركيبة دائرة لما تكررها هناك إعمار في الأرض بنيت يتحدث بنعمة ربك فحدث مو بالهدوم فأما بنعمة ربك فحدث وسعروا لكس وجنطة ألفي لا أنك تبني فيشتغلون فيعملون فيتدخرون هذا الأمر عشان تدور العملية والشركات لها أعمار فترة هذه كان هي يتيم تحاول تسند نفسها وتحتاج هذا الإيواء بعدين فترة الضلال الضلال هذي تبني من يهديها في تستشير تعلم تطلب يا جماعة زين تعاون كذا بعدين مرحلة تنطلق فيها إلى عملية من العيلة اللي هو الفقر أو العوز إلى مرحلة الغناء عائلا فأغنى هذه مرحلة الإنسان والإنسان الاعتباري كذلك أو الشخصية الاعتبارية كذلك دورنا كصحاب شركات نفس الطريقة أنك تعيد العملية شركة ناشئة جديدة ساعدها أما اليتيمة الشركة الصغيرة فلا تقرأ لا تتنافس لا تتحسد لا تتكسر أنا أحرقهم من السوق ما يعمر أحد الله سبحانه وتعالى ما يخلي مجرم من هالمجرمين أصلح السوق تعاون المنافسة ممتازة محاربة الأسعار هذه حرب الأسعار أو الانتحار الأسعار نزل السعر نزل السعر هذه خطة العاجز هذا تنهي سوقك وسوق منافسك وتقضي على هذا السوق واثنين كنت تطلعون برا هذا أيضا أكل حقوق اللي وياك بالباطل تروحون عند الحكام ها كما قال الله سبحانه هذا في ها وكل واحد يجيب الكلام بطريقة معين هذا كله أكل حقوق ها هذه الأمور الدنيئة السيئة إذا انتشرت حق علينا قال الله سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون إذا كنا احنا مفسدون عندنا هذا الإجرام بيننا إذن ما نعمر والله سبحانه وتعالى تعهد لنا طلع قال واضح وما كان قانون على رب العالمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون الله يجعلنا من المصلحين الله عملا نتمنى هذا يعني أن نوجد ثقافة في السوق جيدة بين المنافسين بين الشركاء بين المستثمرين أيضا ندعو أن يكون في استثمار نحن إلى الآن أسواق ناشئة شركات الناشئة تحتاج لهذه المستثمرين وما تلك هذا الأمر لازم أنا بسي لك سؤال شديد يعني صعب شوي أبو عبدالله تلك شنو وفرة 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 موضوع كبير لا إن شاء الله يعني وفرة يا بله يا بله بله قاعدة يا بله بله شرح وفرة وفرة حلم هذا 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 يعني أنا أستطيع أن أقول أن وفرة يعني على مستوى الخليج هي صانعة تسوق هي حلم كبير أنا أرى أن يوم الأيام أن يعني أقف أمام الله سبحانه وتعالى ويقول أن يا ربي عمرنا الأرض غيرنا مجرى شيء معين وفرة مستفيد منها شريحة كبيرة يعني ولها أكثر من المحام الاقتصالي يعني مضاع الاقتصالي الحمد لله يعني وإلى الآن بدرة هو إلى الآن يعني بعد في مراحل الأخيرة إن شاء الله ويكون للإطلاق لكن أسأل الله وفقك هو فيه إن شاء الله وأنا أبي أبي تعمق وياك في وفرة كثير من الوقت وبك تشرحها على ألم مهلك في أسرار رائدة أدري عندي خضاء خلها إن شاء الله المرة الجاية توعدنا إن شاء الله فيها بإذن الله في حلقة أخرى بابد الله وتشرفنا فيك بابد الله وبكلمة أخيرة سألي طول الله يعني من الأمور المهمة إن الواحد يبذل أسباب وأن يتعامل مع المنافسين والموردين ورواد الأعمال بما يرضي الله إحنا دائما نبني ونعمر سوق إحنا نخطط للنجاح الفشل لا يحتاج إلى خطة و الإنسان فيه خسر وطبيعته يعني طبيعة شدي واقف متوقف فإحنا نحتاج هذا الأمر الخصال الحميدة والسمات الجيدة في التعاون مع الشركاء في التعاون في الالتزام في الالتزام بالوعود مع العملاء في تقديمه في الخدمة الممتازة هو شيء جيد أن يكتخدمه أيضا هذه أخطاء بين الناس يعني تاجر دنيئ ولا تاجر يعني يأخذ الخبز الفتاة من تحت في شركات صغيرة في شركات توسطة لا بد أن يكون لك تعاون لا بد أن يكون لك فتح مجالات وهناك تعاون مستفادة متبادلة هذا ما نرجوه يعني إن شاء الله يعني أسواق صحية بيئة عمل ممتازة يعني تعمر الأرض الله يحفظكم حلقة حلقة ممتعة مع شخص ممتع أعبد الله وأنا أعلم أنه عندك الكثير والكثير والكثير اللي تخدم فيه المجتمع أسأل الله وفقك إن شاء الله بإذن الله وإلى لغاء آخر في الختام صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر